موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهل في كل مكان أهلا ومرحبا بكم وموعد يتجدد معكم في برنامجكم ملك وكتابة ملك وكتابة النهاردة الحلقة 511 وبيغيب عنا فيها المهندس عدل القيعي وقبل ما تنمخكم تروح بعيد وكله يبدأ يكتهد والمواقع تكتب واختفى عدل القيعي في التوقيت ده راح فين وأنهي صفقها تخلص لا المهندس عدل القيعي في الأراضي المقدسة لأداء العمرة إن شاء الله يرجع لنا بالسلامة هيغيب عننا كمان في حلقة الخميس لكن الاتنين الجاي إن شاء الله يكون موجود معانا المهندس عدل القيعي لكن كمان على ذكر العمرة بكرة إن شاء الله الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي حيسافر إلى السعودية لأداء العمرة بإذن الله تعالى عمرة مقبولة للجميع وسنة سعيدة لأن الحقيقة حلقة يمكن هي صحيح 511 لكن هي الحلقة الأخيرة في 2019 سنة كانت فيها كتير من التحولات الرياضية المهمة سنة كان فيها إنجازات تقريبا غير متوقعة بالمرة الأهلي توق فيها في بطولة الدوري في أعلى كامباك ممكن يحصل في تاريخ المسابقة ولعلها زي ما كابتن ساد عب حافيز وصفها البطولة الألز للأهلي في تاريخ مسابقة الدوري حصلت في 2019 كمان في 2019 الأهلي بنى تجربته الجديدة مع السويسر رينيف فيلر عشان يدخل السنة الجديدة إن شاء الله بطموحات كبيرة أعتقد كلكم سعداب اللي بيحصل من فريق الناد الأهلي من أداء لكن أكيد فيه تفاصيل كتيرة 2019 فيها إنجازات كبيرة فيها تحولات مهمة فيها أرقام قياسية فيها إخفاقات كمان حتى على مستوى الكورة عشان كده هيكون من المفيد والمهم معنا في الفقرة التانية إن شاء الله من حلقة الليلة النقد الرياضي الموسوعي الدكتور طاري الأدور علشان نفتش معاه فيه كل اللي حصل فيه 2019 كلام كتير جدا في 2019 مهم جدا والأهم منه مش بس بنرجع الأرقام عشان ننشط الزاكرة أو علشان نفكر الناس الأهلي عمل إيه أو الكرة المصرية حصلها إيه في 2019 لا المهم إن احنا نستشرف اللي جاي نشوف اللي تم في 2019 وإيه اللي فيه يمثل إرهاصة في 2020 إيه اللي ممكن يتبني عليه وإيه اللي ممكن أو اللي يجب تجنبه في 2020 هو ده أو دي أهمية المراجعة للأحداث إن احنا نحاول نشوف إيه اللي حصل فيها إيه أسبابها إيه مصادر القوة اللي قدت إليها وإيه الأخطاء اللي حصلت في 2019 ونتمنى إن شاء الله إن احنا نتفادها في 2020 كل سنة وإنتوا طيبين واحدة من الظواهر المهمة كانت في 2019 الإصابات الكتيرة مباراة الأهل وبلاتينيوم الزنبابو الأخيرة شفتوا يا دوب ما عداش عشرين دقيقة إلا والآل بيخسر اتنين من اللعيبة المهمين جونيور أجييه اللي سابت الحمد لله إن هي إصابة خفيفة إجهات في العضلة الخلفية هيغيب عن مباراة الأربع مع مصر المقاصة لكن إن شاء الله بعدها يكون جاهز للمشاركة بإذن الله لكن كانت الإصابة الأصعب والأخطر ربما السنة دي لأنه إصابة أخطر كمان من الرباط الصليبي اللي لحقت بالمدافع الدولي الجميل سعد سمير بقطع في وطر أكيلس كانت إصابة خطرة جدا إصابة مؤثرة خرج على إثياء وبكرة إن شاء الله بكرة للتلات سعد سمير حيسافر إلى ألمانيا وحيدخل غرفة العمليات يوم الأربع بسرعة بسرعة لأنه الأهلي محتاج سعد في أسرع وقت وكمان الطبيب الألماني اللي حيجري الجراحة كان الكابتن سالعب حفيز عارف من خلال الجهاز الطبي بعد الاتصالات بالمستشفى الألماني إنه الجهاز الطبي اللي هيجري الجراحة هيكون عنده أجازة بعد 72 ساعة أجازات الكريسماس طبعا فكان ده التوقيت المهم جدا اللي يقدر يدخل سعد سمير فيه غرفة العمليات وتجرى ليه هذه الجراحة الدكتور خالد محمود كان من المقرر إنه يسافر معاه لكنه ترتبات حصوله على التأشيرة للسفر اتأخرت سنة فبالتالي ما فيش وقت ساعة ده يسافر بكرة الثلاث الأربع إن شاء الله هيخش غرفة العمليات ألف ألف سلامة سعد 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 يحيى سعد أعتقد التفاف زمايل سعد حوالين منه وإحساسهم به وشعورهم حتى بحجم الإصابة الحقيقة خلى كل الناس متأثرة جدا الزميل كريم حسن شحات أعلق على موقف حسام عشور كابتن الأهلي وهو مهتم جدا بإصابة سعد سمير نشوف خبت منظر النهاردة في المباراة لقطة كده في التلفزيون سعد سمير لما غير لقيت حسام عشور كابتن النادي الأهلي حسام عشور كابتن النادي الأهلي قاعد تحت رجل صعب بيحط له كعب بيحط له تلج في مكان الإصابة بصوا بقى قد إيه الحض وقد إيه التواضع وقد إيه الكابتنة تحت النادي الأهلي يعني مفيش بقى عجرافة حسام عشور اللي هو التاريخ اللي واخد أكتر بطلات للنادي الأهلي قاعد على الأرض تحت رجل سعد سمير بيحط له تلج في رجله عشان الإصابة بيمشي له التلج كده على رجله فده رسالة بصوا قد إيه الناس بتحبه بعض خلي بالكم مفيش مكان بينجح غير لما المجموعة كلها تبقى ملتزمة وبتحب بعض وبقى فيه نكران للذات وفيه يعني محدش قال لحسام عشور يعمل كده يعني محدش يعني أو محدش هيعاقب حسام عشور لو محطش تلج في رجل سعد سمير بس بوريكو قد إيه التواضع والأخلاق وحسام عشور ككابتن لنادي الأهلي وغير بقى ناحية الرسمية أنه هو كابتن لنادي الأهلي هبصوا برافو جبتلي اللقطة وليد هبصوا في سعد سمير دي رجله وحسام عشور قاعد تحت رجله بيحط له تلج عشان الإصابة فقد إيه حسام عشور ده شخص رائع وقد إيه هو ده كابتن لنادي الأهلي وقد إيه التواضع والمثال والقدوة أنا أعرف حسام عشور على المستوى الشخصي محافظة على نفسه جدا بينام بدري بيأكل كويس بيتمرن كويس خلي بالك حسام عشور بقى له فترة ما بيلعبش أساسي في نادي الأهلي ما سمعتش صوته ما شفتش مصلا مرة قالك حسام عشور تخانق مش عارف المدرب عشان ما بيلعبش لا في نظام وفي التزام وعايز الفرقة تكسب وتلاقيه بيدحك وهو قاعد على الدكة هي دي الروح وهي دي الحاجات اللي أنا بقولها دي هي اللي بيجيب المكسب العلاقة ما بين اللعيبة والجهاز العلاقة ما بين اللعيبة وبعضهم حب المكان أنا بحب المكان ده وبخلص له التواضع في اللقطة اللي أنا وردتكو فيها حسام عشور بيحط التلج في رجل ساعد سامير زميلو بيحب زميلو كمان ممكن يكون قريب منه جدا فهو ده هو ده نجاح هو ده ربنا يكرم المجموعة دي هو ربنا لما الناس كده تكون كده مع بعض وبيحبوا بعض وفي نظام وفي سيستم وفي كذا تلاقي الدنيا بتمشي تلاقي حتى لو أنت وحش في المطش تلاقي ربنا بيكرمك فعجبتني اللقطة دي بصراحة قلت لازم أتوقف عندها وعلق عليها إن حاجة محترمة جدا من حسام عشور حسام عشور ما بيعملش كده عشاني حنطلع نتكلم عليه في الإعلام ونقوله بص حسام عشور بيعمل إيه ومعرفش أسان ما هو بيتصور لكن خفوا على زميلو وحبوا لزميلو ومساعدتوا لزميلو ودوروا ككابتن نادي الأهلي حاجة رائعة جدا بصراحة حسام عشور وزي ما قال الكابتن كريم حسن شحات الحياة هي دي روح الفرقة وهي دي أسباب دايما وأبدا تميز فرقة النادي الأهلي سيبكم من كل اللي بيحصل شوفوا دايما وأبدا في الاحتفالات حتى بعد كل هدف قد اللقطة هي حسام تحت رجلين سعد واللي معاه فوق محمود متولي المنافس بتاعه على المركز بيلبسوا جاكت دا هي دي اللقطات خفيفة صويرة لكن بتعكس الروح الكبيرة قوي بتعكس سر حالة الفرقة أو حالة الدفء اللي داخل الفريق وأجواء فريق دي واحدة من أهم الأسباب اللي دايما وأبدا بتميز فرقة النادي الأهلي على كل العصور زي ما قال كريم حسام عشور كابتن التيم ما حانش قال له يعمل كده ومش من وظيفه يعمل كده ومش من مهام أحساسه بالقلم اللي ساعد فيه ومسؤوليته ككابتن للفرقة أنه يطبطب على لعيب في لحظة زي كده اللي بتطبطب عليه دا كابتن الفريق اللي قعد تحت رجليه دا كابتن الفريق هو دا النادي الأهلي يا جماعة وهي دي روح الفرقة وهو دا سبب من أسباب الكتيرة جدا اللي بتميز فريق النادي الأهلي دايما وأبدا والروح اللي لازم يتحافظ عليها الإصابات الحقيقة كتيرة جدا يعني الناس اللي بتتكلم على سوء الأداء أو تراجعوا الأداء أو ليه الأداء اختلف لأداء الأهلي مع فيلر عن ما بدأ بيه هي دي من شوية دا أنا أقول لكم الست الأساسيين الكبار اللي أي واحد منهم لو موجود هيلعب أساسي كله في المستشفى سعد سميرة ديكو شفته أطعف وطر أكيلس هيغيب حوالي ثمان شهور إن شاء الله يرجع بالسلام وهيعمل العملية يوم الأربعة زي ما قلت لكم محمد محمود اللعب اللي الناس كل الناس انتظرته أطعف الرباط الصليبي للمرة التانية هيغيب تسع شهور بدأت من شهر سبتمبر يعني من أربع شهور بقى إله خمس شهور كمان إن شاء الله حمد فاتحي واحد من اللعبة اللي الناس استبشرت إنه نصف ملعب منتخب مصر مش النادي الأهلي بس هيشوف لعب رائع جدا إمكانيات هايلة قوي هاف ديفندر هداف بيشارك وبيتقدم وبيسجل وبرجل وشوتينج مهارات كتيرة جدا بتميز حمد فاتحي لكن للأسف أصيب بقطع في الغضروف هيغيب ست شهور بدأت من شهر أكتوبر يعني من ثلاث شهور بقيله كمان ثلاث شهور إن شاء الله ويرجع حمد فاتح العفياج رمضان صبح بعد أداء رائع جدا في 2019 قد منتخب الأولمبي للفوز ببطولة الأمم الأفريقية الأولمبية والتأهل لأولمبياد توكيو عمل موسم هايل جدا لكن أصيب إصابة مؤثرة بتمزق في العضلة الخلفية يغيب شهرين بدأ التأهيل من عشر تيام إن شاء الله في أقرب فترة يرجع رمضان شوية بشوية بإذن الله واللعب الجوكر اللي أنهى الموسم اللي فات في مستوى عالي جدا وكان دايما وأبدا حلال كل المشاكل لأي مدرب كريم نتفيد يلعب باكرايت تلاقيه هايل جدا ولا خبرة أحمد فاتح يلعب هاف ديفندر يسد غياب حسام عشور على أهميته وعلى قوته يلعب تحت رصين الحرب ما شاء الله عليه لكن الإصابة لكريم نتفيد قدامه خمس أيام بس ويخلص من البرنامج التأهيلي المكاسب في الجيم اللي خضع ليها من الجراحة اللي وجريت قلتلكوا أنه جونيور أجيه كمان جونيور أجيه الورقة السحرية في خطة فيلر أنه بيستمرار المهاجم الوهمي الورقة السيلة اللعب اللي بيتحرك في كل مكان دايما وأبدا وجوده في التلت الهجومي بيخلق في القلب بالذات بيخلق خطورة مستمرة وبيدي فرصة للناس كلها تتقدم من حواليه جونيور أجيه كان خرج مصاب بعد 20 دقيقة بس من مباراة بلاتينيام عنده إجهات في العضلة الخلفية يغيب عن مباراة مصر المقاسة يوم الأربع لكن إن شاء الله يرجع في المباراة أو المباراة اللي بعدها بإذن الله رينيف فيلر راجل بدأ يواجه هذه المتاعب بهدوء شديد جدا بدأ يلاحظ أنه فريق الأهلي على ضغط المباراة اللي بيلعب بيها حيسقط منه ناس كتيرة لأنه الناس اللي بتتكلم على أسباب الإصابات ما هو ما فيش حد بيلعب بالشكل غير الأدم ده الحقيقة ما حدش بيلعب بأجندة هقول لكم بس ارتباطات يناير يكفي أن أنا أقول لكم الأهلي عنده إيه في يناير وإنتوا شوفوا يعني ربنا يحميه من شاء الله من الإصابات بس لكم أنتوا تتخيلوا أنه الأهلي في خلال يناير سيبكم المتشات ديسمبر السبع متشات اللي تلعبوا في شهر ديسمبر أخرهم المتش الأخير مع بلاتينيوم لكن عندك واحد واحد على طول كل سنة وانتوا طيبين اللي بيقطع أول ورقة في العام الجديد مع مصر المقصة يوم الأربع واحد واحد أربع تيام ويوم خمسة يلعب مع إفسي مصر ست تيام ويلعب يوم حداشر مع بلاتينيوم هناك سفرية خمستاشر واحد يلعب مع طنطة تسعتاشر واحد يلعب مع المأولين أربع وعشر واحد يلعب مع النجم الساحلي هنا في ملعب السلام سبع وعشر واحد يلعب مع أمبي انتوا متخيلين اتنين أربع سبع مباريات في سبع وعشرين يوم سبع مباريات في يوم سفرية مهمة لليزنبابوي لكن كمان عشان تشوفوا حتى ضغط المباريات بيأثر على فرص التسويق فرص التسويق وانت تقدر تستغل اسم فرقتك واسماء نجومك ونتائجك وجهازك وازاي تقدر تعظم مواردك من خلال هذا التسويق لالعنده عرض مهم للمشاركة أمام الهلال السعودي في مهرجان اعتزال اللعب الليبي الكبير الموهوب طرق التايب طرق التايب نجم الكرة الليبية والهلال السعودي السابق حابب يعمل مباراته أو قدم العرض للنادي الاهلي انه الاهلي يلعب مع الهلال السعودي في السعودية لكن المعاد المقترح 13 يناير شوفوا الاهلي هيسافر لو سافر على طيارة خاصة ربما الجزء من المشكلة يتحل حتى وان كان هيبقى على حساب ضغط المباريات في اللي هو جاي لانه عشان يسافر بطيارة خاصة لزنبابوي يلعب بلاتين يوم هيبقى يوم 11 يرجع بالطيارة في نفس اليوم يلعب يوم 12 في السعودية مع الهلال 12 يكون في السعودية 13 يلعب مع الهلال يرجع بعد المباراة للقاهرة عشان يوم 15 يلعب مع طنطة في الدوري ترتيبة صعبة جدا لكن ربما لو تمكن الاهلي من حسم السفر على طيارة خاصة ربما تتحل جزء من المشكلة مع هذا الضغط الرهيب جدا في عدد المتشاط عنده في فبراير كمان مباراتين مع الزمالك تقريبا في 4 تيام في 4 تيام الاهلي والزمالك هلعبوا مباراتين يوم 19 2 الدوري مباراة القمة في ختام الدور الأول للدوري المؤجلة لكن يوم 23 السوبر يعني بعدها 3 تيام أو 4 تيام مباراة الاهلي والزمالك على كاس السوبر بتاع السنة دي بقى لأنه السوبر اللي تلعب قبل بداية الموسم ورينيف فيلر حقق أولى بطولاته فيما على الأهلي كان دي بقى الراجعي على حساب قديم شوية لكن 19 2 أهل وزمالك دوري 23 2 أهل وزمالك سوبر في 4 تيام مباراتين ده السوبر اللي توق بها اللي قالي حتى الآن اتحاد الكرة ما حسمش بشكل نهائي إن المباراة في أبوظابي لكن في تقارير صحفية كتير طلعت من الإمارات بتؤكد أو بتجزم إنه تم الاتفاق على إقامة المباراة ريني فايلر زي ما قلتلكم مع كل هذه الصعوبات بيأكد على إنه مفيش مشكلة وإنه الراجل قادر يتعامل مع كل هذه الظروف حتى مع الوضع اللي تأزم قوي في المجموعة الأفريقية تأزم للبقيد المنافسين مش للأهل بالمناسبة لإنه مجرد ما التلاتة العرب تساووا في ست نقاط البعض شاف إن المجموعة بدأ يبقى فيها تصادمات عربية شديدة قوي سوداني تحت قيادة الجهاز الفني الأهلاوي كابتن حمد الصيد ومعاك كابتن أحمد عفتاح قادوا الهلال لفوز مهم مقاوي في رادس على النجم الساحلي واحد صفر وده أشعل المجموعة لإنه حط الكل عند ست نقاط التلاتة العرب ست نقاط الهلال النجم الأهلي التلاتة ست نقاط طب إيه اللي هيحصل مبدئيا النتائج المباشرة لها أهمية أول حاجة الأهلي لازم يركز عليها والجمهور لازم ينشغل بيها ومفيش أي حاجة تانية براها مباراة بلاتينيام اللي جاية مباراة بلاتينيام في زنباوي اللي جاية على طول يوم 11 هو ده اللقاء الأهم أهم مباراة للأهلي في مسير الدور الأبطال هي هذه المباراة وأقول لكم ليه بلاتينيام واضح أنه حيكون حصلة المجموعة إذا كان النجم السحيلي راح كسبه تلاتة في زنبابوي معناها أنه أقرب للهزيمة من للنجم في الجولة الأخيرة في تونس يبقى النجم هيقدر ياخد تلات نقاط من بلاتينيام زي ما خادت تلاتة الأوائل اللي بدأ بيهم من زنبابوي طيب الهلال السوداني كان أيضا كسب بلاتينيام في السودان اتنين واحد ومع الدفع اللي الهلال فيها مع الكابتن حمد السيدري في الجولة اللي قبل الأخيرة هيروح لزنبابوي الهلال عنده دوافع كبيرة جدا هياخد التلات نقاط اللي تبدو أنها قريبة منه هراخر يبقى الاتنين المنفسين المباشرين بتوعك النجم والهلال قارب للحصول على التلات الست نقاط من بلاتينيام طيب الأهلي الأهلي خسر من النجم أو خسر من بندو الحقيقة مش من النجم خسر من بندو البتسواني اللي صالح النجم الساحلي في رادس واحد سفر يحتاج الأهلي يكسب النجم الساحلي هنا أكتر من واحد سفر إن شاء الله فيحق أفضلية مباشرة على النجم الساحلي الهلال السوداني الأهلي كسب الهلال السوداني هنا اتنين سفر حيسافر له ختام المجموعة وفي الختام أحلى كلام ليه؟ الأمور لو مشت منطقية وطبيعية الأهل إن شاء الله تعالى يكسب بلاتينيام في زنبابوي يكسب النجم الساحلي في القاهرة يلعب مع الهلال في الخرطوم وهو عنده 12 نقطة المنطقي جدا أنه الهلال كمان حيكسب مباراته مع بلاتينيام برة وحيكسب الجولة الجاية عنده النجم الساحلي في السودان إذا الهلال قدر يأكد تفوقه على النجم الساحلي ويكسبه كمان في الخرطوم يبقى النجم دخل دائرة الشك دخل مراحل صعبة في فرص تأهله لأنه حييجي بعدها على طول للقاهرة لمواجهة الأهل في مواجهة مهمة جدا في الحالة دي الأهل والهلال ربما حسب حسابات المنطق والكرة ما فيهاش منطق الحياة الكرة مجنونة ممكن يحصل أي حاجة محدش كان يقدر يقول الهلال يقدر يكسب النجم في تونس آه ممكن يتعادل لكن الوضع الطبيعي النجم بعد ما خادت دفع الكبيرة من البتسواني بندق يقدر يكمل لكن نتاجه حتى في الدور التونسي كشفت على أنه مردوده قدام الآلي كان استثنائي أو كان بتسواني ما لقاش هذا الدعم البتسواني بعد كده فخسر من الهلال خسر من الهلال لو الأمور مشي الطبيعية الأهلي والهلال يلعبوا بعض في ختام الدور في السودان وكل واحد فيهم عنده 12 نقط ساعتها يكفل آه للتعادل للصعود كأول المجموعة أو الهلال السوداني كمان لو كسب هيبقى تصدر المجموعة ب 15 نقط لكن التعادل في الحسابات القائمة حتى الآن لكن زي ما قلتلكم الكرة ما فيهاش الكلام ده خالص كرة منطقها الأساسي المباراة اللي جاية هي أصعب مباراة دايما كقعدة وكمنطق أهم مباراة هي أقرب مباراة وأخطر مباراة هي أقرب مباراة وأقوى مباراة هي أقرب مباراة لما أخلص منها أبدأ أتكلم فالآن المفروض كل التركيز إزاي نتخطأ بلاتينيا في زنبابو إن شاء الله المجموعة زي ما قلتلكم بالاشتباك ده التلاتة العرب ستات النجم الساحلي ست نقاط الأهلي ست نقاط الهلال ست نقاط وبلاتينيام صفر الجولة الرابعة بلاتينيام والأهلي يوم السابت 11 يناير وفي نفس اليوم الهلال مع النجم الساحلي الزمالك وراخر حقق تعادل مهم جدا في زنبيا مع زيسكو يونيتد في المجموعة الأولى واحد واحد وأول أغسطس كمان فرم المازينب شوية واحد واحد فبقى مازينب الكنغولي هو اللي في الصدارة بسبع نقاط الزمالك أربع نقاط زيسكو نقطتين وأول أغسطس الأنجولي نقطتين الزمالك عنده الجولة اللي جاية حيلاعب زيسكو في القاهرة يوم الجمعة 10 يناير ومازينب حيستضيف أول أغسطس وفي المجموعتين يعني في المجموعة الآلي ومجموعة الزمالك الجولة الجاية تكشف عن تفاصيل كتيرة عن المستقبل أو الصراع في المجموعتين المجموعة الثالثة اتحاد العاصمة وصانداونز اتحاد سانداونز كسب في الجزائر 1-0 والوداد كسب بترو أتلتكو الأنجولي أربعة واحد بقى سانداونز سبع نقاط الوداد خمسة اتحاد الجزائر 2 وبترو أتلتكو عنده نقطة واحدة الجولة اللي جاية بترو أتلتكو هيستضيف الوداد دي مباراة مهمة جدا وصانداونز بيستضيف اتحاد العاصمة الجزائري المباراة يوم السابت 11 يناير المجموعة الرابعة اللي فيها ايضا تصادم عربي رهيب جدا الرجاء كسب شبابة الرجاء المغربي كسب شبابة القبائل الجزائري 2-0 في الدر البيضة والترجي اتعادل مع فيتا كلاب 0-0 بعد ما كان الترجي كل الناس شايفة ان السنادق عامل مركاته هايل جدا ودعم فرقته بشكل قوي ولكن نتائج وفي كأس العالم للاندية اعتقد اثرت على معنويات الفريق اللي كان استهل لدورة ابطال افريقيا بقوة شديدة جدا اصبح الترجي التونسي 7 نقاط في الصدارة الرجاء 6 وشبابة القبائل 3 وفيتا كلاب الكنغولي 1 الجولة اللي جاية شبابة القبائل هيستضيف الرجاء في الجزائر يوم الجمعة 10 يناير في مواجهة عربية شديدة وفيتا كلاب الكنغولي بيستضيف الترجي يوم السبت 11 يناير اداء الاهلي قدام بلاتينيام الناس شافت انه اداء هادي شوية البعض قال ده اداء تجاري الاهلي تأثر بالغيابات تأثر بالتغييرات وده مش كلامي ده كلام محلل قناة البي ان اللي نقلة للبطولة والكابتن هايسان فاروق نشوف اذا نعود لاجواء التحليل مع هايسان فاروق وعزيز بن نيج كابتن هايسان الاداء لنادي الاهلي اليوم الجمهير كانت تنتظر نتيجة اكبر ونتيجة كبيرة ولكن في النهاية فيلر ولعب الاهلي قدموا ما عليهم حققوا النقاط الثلاث بسهولة تشعر ان الاهلي كان فيه امكانه المباراة في اي وقت صحيح وهو المطلوب ولو عملت قياس لعدد الفرص المؤكدة المؤكدة مش مش فرص وخلاص لا فرص مؤكدة محققة كممكن يدل اهلي ينهي المباراة بهافي سكور خمسة او ستة على الاقل ولكن زي ما قلتلك لهذا النفسية اللي حصل في وداية المباراة من فيجر التغيير الاتراريين وليد سليمان نصب نفسه كنجم من هذه المباراة وتقدر تشعر بلمسات فيلر في التغيير التالت لانه مضطر التغيير اول وتاني قلب الدفاع بقلب الدفاع ثم نزول الشحات مكان اجيب ادر في التغيير التالت وهم يتولي انه هو يضع بصمته على اللقاء منها اراحة لوليد سليمان نجمع عنه ثلاثة تهجين سنة تتابع مباراة لازم ريحه الاجانب عندهم سنة حميدة انه هو لما يكون انت نجم مباراة يخرجك عشان تاخد انت التسئيف او التشجيع قبل الفريق كله ما تنتهي مباراة وكان بيعملها مانا وجوزي برضو ثم قدر انه هو يغير في وظائف اللعبين ده خطية المرع دخل محمون بطول قلب الدفاع ورحل ايمن اشرف كباكليفت ولعب علي معلول زقه لقدام مكان حسين الشحات والشحات اتنقل في نهاية المباراة لان فريق بلاتينيوم ستارز الحياة تقدم نوعا ما في محاولة لتزيل فرق او احراز هدف فاصبحت هناك مسحات لو استغلها وليد ازارو لان الحياة علي معلول نهاردة عمل اكتر مكروس مؤثر كان ممكن يسجم خلاله اهداف كان ممكن نتيجة تبقى هيفي سكور الحياة لمصلحة النادي الاهلي ولكن اداء مقنع تحديدا في الشهود التاني كل لعيبة بازلت موجود كل لعيبة عملت إلا عليها انا في وجهة ناصري لما كانش الاصابات الاضطرارية كان ممكن يدل اهلي يفوزوا نهاردة بنتيجة كبيرة وعريضة وكان ممكن نلاقي بصمة اكتر لفيلر ولكنه قدر مطلوب منه وقدر ان هو استخلص الثلاث نقاط كان مهم قوي ان انت تعرف الفرق دي ماذا قوتك لان انت رحلها بعد عشر عشان كده المرحلة التالتة والربعة يجب أن يكون أهمية خاصة تتعب فريق ملعبك ثم ترد على ملعبه ولكن انا في وجهة ناصري النادر الاهلي ممكن يفوز على هذا فريق في ملعبه في زنبابوي بنتيجة أكبر من الفاز بها في القاهرة واضح كلام الكابتن هيسم على تأثر ريني فايلر اضطراره للتغييرات مبكرة جدا وانه أثرت على شكل الأداء وعلى مستوى اللعب نفسه لكن على ذكر ريني فايلر الناس اللي كانت شككت في بدايته وما عندوش سي في قوي وأخباركو دلوقت عاملين ايه بجد لسه شايفين انه من الصحة تحكم على مدرب قبل ما تشوفه أو اي حاجة قبل ما تشوفها لسه عند كلامكو بانه الاهلي جاب مدرب اي كلامه الاهلي استرخص والاهلي وا 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 ولا بتتابع التصنيفات العالمية بالمناسبة ريني فايلر السويسري رغم انه كان تقاع يعني غاب فترة عن العمل وده اللي كان اثر على التصنيف العام بتاعه لكن انتو متخيلين انتصاراته مع الاهلي المتتالية اللي هو سعيد بيها جدا وفرض افكاره وفرض شخصيته على التين بشكل واضح جدا وبيلعب وبيشتغل في هدوء ولا عنده الشوق الاعلامي ولا عنده حتى الرغبة في الظهور الاعلامي ريني فايلر يا جماعة في التصنيف العالمي الكلاب وورل رانكينج قفز 134 مركز بصوا الاهلي بيعمل ايه بصوا الاهلي بيعمل ايه مع المدربين 134 مركز في لايحة التصنيف قفزهم السويسري ريني فايلر علشان يبقى السابع بين المدربين السويسريين يبقى رقم سابعة بين مدرب سويسرة حاجة كبيرة جدا ويبقى التصنيف العالمي بتاعه 407 بعد ما كان 511 فتقدم كبير كتير رغم انه كان قبل ما ييجي الاهلي قاعد فترة ما بيمرنش فكان ترتيبه متأخر بس شوفوا الاهلي بصمته ونجحته مع فايلر ونجحت فايلر مع الاهلي لان هي مسألة متبادلة محدش بيعمل من قماشة بلدي جدا هيعمل منها احسن بدلة لا ده ترزي ماهر جدا محتاج قماشة كويسة قوي على ذكر التصنيف العالمي مدربين المصريين الحقيقة كابتن عماد النحاس كان اول المدربين المصريين قفز عليه الكابتن طلعت يوسف بنجحته وتجربته الكويسة مع الاتحاد السكندري كل التوفيق ليه طلعت يوسف بقى 242 عماد النحاس بقى 247 ايهاب جلال 269 احمد حسام ميدو 277 وحسام حسن 308 ده الخمسة الاوائل مصريين اولهم طلعت يوسف تانيهم عماد النحاس عماد كان الاول لغاية الفترة اللي فاتت طلعت يوسف تقدم عليه ويهاب جلال الثالث ميدو الرابع وحسام حسن الخامس تصديف مهم جدا بيعكس برضو طبيعة النتاج اللي بتتحق مدام فيه نتاج بتتحق هتلاقي باستمرار فيه تعديلات مباراة مباراة بلاتينيهم شاهدت ثنائية مهمة للحاوي وليد سليمان وليد سليمان سجل تالت اهدافه في النسخة الحالية دور الابطال ده الهدف التالت ليه والستاشر في دور الابطال له مع الاهلي سجل للمرة الستة ثنائية له بالفن الله الحامرة عمل اللي عمله ده خمس مرات قبل كده وعمل ثلاث مرات في دور الابطال الافريقيا وعملوا مرتين في المجموعات ده المباراة رقم كمان وصل الحاوي للهدف رقم 62 بفن الله في كام 250 مباراة 62 جول بالفن الله الحامرة في 250 مباراة له وليد سجل عشر اهدافه من ضربة جزاء بالفن الله الحامرة ده البنالة العاشر اللي ينجح فيه وليد سليمان ده الفوز للأهلي الفوز التاسع للأهلي على أندية زبابوي والسادس له في ملعبه المواجهة رقم 21 بين أندية الدولتين ورقم 11 داخل مصر حافظ الأهلي على العلامة الكاملة للأندية المصرية في ملعبها ده كان الفوز رقم 46 للأهلي في مجموعات دور الأبطال والأول على بلاتينيام والتاني في النسخة الحالية الكلينشيت كان رقم 135 للأهلي في دور الأبطال 38 في المجموعات ورقم 175 في أفريقيا وده رقم قياسي كمان الكلينشيت الخامس عشر للحارس محمد الشناوي الحارس الدولي الكبير والتامن في المجموعات ورقم 54 في كل المسابقات ده المردود الرقمي الكبير في مباراة الأهلي وبلاتينيام الأهلي يلعب أداء قليل شوية في بلاتينيام هيسن فاروق يقول الأداء متأثر جدا بالتغيرات الاضطرارية والغيابات الكبيرة الموجودة لكن تفوق الأهلي المحلي في ناس بتربط بينه وبين التفوق الأفريقي الربط كان عند الكابتن أحمد حسان ميدو وهو ضيف الكابتن سيف زاهر نشوفه صعب صعب أنت ترجع في ظل الظروف اللي بيمر بها نادي الزماني كان أنت ترجع مرة تانية الكلام قد يكون مؤلم لبعض الزمالكوية قد يكون مؤلم وفيه بعض الزمالكوية ما بيحبوش أنهم يطلعوا يتكلموا بشكل ده أنا كان لازم يبقى واقعين الأهلي بيمر بحالة استقرار كبيرة جدا على المستوى الإداري والمستوى الفني عنده مجموعة لعبة مميزة جدا وكل الظروف النهاردة بتقدم الأهلي أنه يكون بطلا للدولي ولكن في نفس الوقت مصدقني وانا بقول لك الكلام ده وانا عارف انا بقول لك الاهلي هيواجه مشكلة كبيرة جدا لما يجي يلعب في الجوالات المتقدمة في طولة أفريقيا بسبب سهولة مباراة الدوري بالنسبة للأهلي هذا الموسى سبحانا مغير الأحوال وخليباك دي نقطة مهمة جدا النهاردة عندك في باريس سان جرمي على سبيل المثال بيعاني معاناة كبيرة جدا بسبب كان الدوري هو اللي بيأويك تطلع دلوقتي الاهلي هيعاني مشكلة ضعف الفرق طبعا لأن انت النهاردة في العيبة النهاردة بتقدم مستوى مع الأهلي في الدوري المحلي اللعيبة دي مميزة جدا وده ممكن يكون خادع الحقيقة فايق بشكل كبير جدا ماشي طبعا عنده حلول وعنده ورق وعنده استقرار وعنده أداء ماشي بس النهاردة انت فيه العيبة بتقدم مستوى فني مميز جدا أمام بعض الفرق المحلية النهاردة وفي رأي دي المشكلة الكبيرة اللعيبة دي مش هتقدر تقدم نفس المستوى لما تتلعب التراجي المدني السحيلي ومازمبي وتلعب الفرق دي احنا اختلفنا في الحتة دي انا بقى بقولك على مسؤوليتي الاهل السنة دي في البطولة الافريقية هيقدم أقوى عروض هتمام والبطولة الافريقية تقترب منه هتمام شوفوا ما قدرش اخد كلام ميدو الا على المحمل الطيب لانه بس يعني عايز اقف معاه في نقطة 2 اتنين الفرق بين البطولة المحلية والبطولة الافريقية البطولة المحلية الاهل بيقدم أفضل للعروض مش مختلفين البطولة الافريقية الراجل شايف ان الاهل هيعاني قدام شوية لانه المستويات أعلى وحتى ذكر الترجي والنجم الساحلي وهو النجم الساحلي انتوا شفتوا الاهل مطرود منه لعب لعب 80 دياب 10 لعيبة وفي استاد رادس وهو الأفضل ومخسرش من النجم الساحلي ولا خسر كورة خسر من حكم الاتحاد الافريقي لغاية دلوقتي قفل عليه بالمفتاح ما ظهرش شفنا 32 مباراة لعبت في دور الابطال وفي الكونفدرالية ما سمعناش عن هذا البندق تاني خالص فالآله خسر من تونس او خسر في تونس بفعل فاعل واضح جدا وبشكل غير عادل بالمرة اذا الكلام على انه المسابقة المحلية ما هياش مقياس طب نعمل ايه الزمالك على النقيد الزمالك وهو متعسر محليا الناس شايفانه هو متفوق افريقيا حتى انه بعد التعادل اللي في زنبيا طلعت المصر اليوم تقول الزمالك شاكل تاني في افريقيا يعني العكس الزمالك شاكل تاني في افريقيا وكأنه محليا مش مهم افريقيا هي الاهم او هي الاقوى او هو ده الاختبار الابيض وحافظ على وصفة المجموعة بالتعادل مع زيسكو هنا تعالية للقيمة الافريقية وانه الزمالك لمجرد التعادل في زنبيا بقى شاكل تاني الاهلي يكسب لا قليل قليل قياسا على الدوري ومع هذا الدوري بدأت نغمة اولا احنا كلمنا كتير في الحلقتين اللي فاتوا على انه مفيش حاجة اسمها الدور انتهى ومفيش حاجة اسمها الاهلي ضمن الدوري والكلام ده غير منطقي بالمرة والتاريخ يقول كتير اوي في المنطقة ديت يا ما فرص ضعت نتيجة هذا التنويم مفيش بطولة بتتحقق وده تاريخ الدوري ودي ثقافة الاهلي مع الدوري كل مباراة هي مهمة لغاية لما احسن بطولة الدوري ويبقى عدد النقاط المتبقية اقل بكتير من الفاء او اقل من الفرق الذي لا يمكن تعويضه عمليا ساعتها الاهلي يحتفل ببطولة الدوري لكن فارق قد كده الاهلي جدول الترتيب لو افكركم به بينه بين الزمالك تسع نقاط حتى مع الحديث عن انه الاهلي لعب تسع ثمان مباريات والزمالك لعب تسع يعني التسع نقاط وفيه مباراة مؤجلة للاهلي لكن هذا الفارق الناس بدأت تتكلم على انه التسع الفارق ده معناه ان المسابقة ضعيفة وكل واحد عايز يقلل من قوة الدوري المصري يبصلوا من زاوية انه الاهلي متفوق فيه لانه اخد العلامة الكاملة حتى الان وبعد قوي بالصدارة بعد قوي بالصدارة لمجرد انه بينه بين المقاولين التاني وانتوا ليه بتقسوا بس على الزمالك من المقاولين عماد النحاس عامل موسم هايل جدا وعنده 22 نقطة وورا الاهلي بنقطتين اتنين صحيح انه لعب مبارتين اتنين زيادة عن النادي الاهلي لكن ما هو لعب نفس نقاط عدد الاتحاد السكندري ونفس عدد مباريات سموحة ونفس عدد مباريات بيرامدز لما المقاولين يتفوق على بيرامدز بامواله الكبيرة جدا وفرقته الضخمة وتعاقداته الكبيرة ألاقي بيرامدز من عشر مباريات عنده 16 نقطة والمقاولين من نفس عشر المباريات عنده 22 نقطة يبقى الدور ضعيف ألاقي الاتحاد السكندري عنده 20 أقل من الاهلي بأربع نقاط فقط واسموحة عنده 17 الزمالك هو اللي عنده 15 متساوي فيها مع الانتاج الحربي لكن هل يمكن اعتبار فارق النقاط لو التسع ده معناه البطولة ضعيفة واللي هو البطولة ضعيفة مدام الاهلي ركبها إذا الاهلي ركب وتصدر يبقى الدور ضعيف القوة إن الاهلي ما يبقاش متصدر وما يبقاش الفرق كبير ما يبقاش الفرق كبير لكن لما نتفرج على الدوري الانجليزي ونلاقي الفرق بين ليفربول ولسر سيتي وصل ل13 نقطة كاملة لا ده أقوى دوريات العالم طب ما هو قلولنا على المقياس اتساع الفارق دليل قوة ولا دليل ضعف الهوة الكبيرة بين البطل والتاني أو البطل والمنافس المباشر لو اعتبرنا الزمالك الغريم التقليدي مع كل الاحترام للمقاولين والاتحاد اللي عاملينه السنة دي لكنه ألاقي الفرق بين ليفربول ولسر سيتي 13 نقطة الرجز عنده 55 ولسر سيتي عنده 42 وانشستر سيتي عنده 41 والشيلسي وليفربول كمان عنده ماتش أقل يعني الـ 13 قبل النهاية تكون 16 ومحدش قال الدور ضعيف لكن الدور ضعيف في مصر لما الأهلي يتقدم أول ما الأهلي يفرق كتير يبقى الدور ضعيف حتى في دور الشباب دور الشباب المسابقة الأول مسابقة على طول بعد الدور الممتاز يعني بعد الامداد المباشر للفريق الأول شفنا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك الأهلي بخيادة الكابتن عمر أنور كان فاز على الزمالك في ملعبه في الدور الأول 3-0 المرة دي فاز الأهلي فقط 2-1 لكن المباراة طبعاً طبعاً عنده 36 نقطة برامتز الخامس عنده 32 نقطة الزمالك السادس عنده 32 نقطة الأهلي 47 الزمالك 32 يعني 15 نقطة فرق بين الأهلي والزمالك في دور الشباب المباراة دي كان فيها واقعة حبينا نقف عندها شوية الكلمة الأولى لمحمد فخري لعب النادي الأهلي لأنه في أثناء المباراة وقف على الكورة وقفت رمضان وقفت رمضان مع أنه مش في معادها لكن وقفت فخري جددت مشهد لقطة أو وقفت رمضان حصل توتر في الملعب حصل ضرب حصل اشتباك بين اللعيبة هنا الكلام لو حتكلم عليه بشكل مجرد حتى وإن كانت دي مهارة بس أنا شخصيا يعني أميا لعدم استفزاز المنافس وعدم ارتكاب أي فعل يفهم منه التقليل من شأن المنافس دي الكورة ودي الأخلاق ودي الرياضة حتى وإن كان البعض يقول لي بتحصل برة ها بتحصل برة ثقافتهم غير ثقافتنا درجات الاستفزاز اللي بينهم غير درجاتنا إحنا دايما بنتكلم على إنه احترام المنافس احترام الروح الرياضية التواضع عند المكسب الوقوف على الكورة ما فيهوش تواضع فيه نوع من الاستفزاز وفيه نوع من إزهار القوة لإنه حتى هي مهارة ما بتخدمش الفرقة ما بتخدمش الفرقة فأنا شخصيا لا أتمنى إنه فخري أو أي لعب كسبان يوقف على الكورة في نوع من إزهار القوة والسيطرة والتفوق على المنافس أو التقليل من شأنه هنا أنا مش مع فخري وقفت فخري زي وقفت رمضان الاتنين أنا شخصيا ما أتمناش أشوفهم في الملاعب لأنه ثقافتنا مش رايحة معهم ثقافتنا مش رايحة معهم حتى المنافس هو رخر بيشعر بالاستفزاز فبيتخاني وما تفهمش ليه يا سيدي هو وقف على الكورة أخطأ بس ما دايقكش في حاجة ما ارتكبش أي فعل يخليك تضرب وتخرج على النص وقدام الحكم طب الحكم ما يقدرش يستخدم كارت ضد محمد فخري لأن دي واقع لا يجرمها قانون الكورة بس إزاي ما ياخدش موقف حتى بالانذار ضد اللعيبة بتضرب وبتضرب بدون كورة كلام ده كنت بدين فيه محمد فخري إدانة كاملة إلى أن قريت تفاصيل لمداخلة له مع الكابت المتحد شلبي فصر فيها فخري هو ليه ويفع الكورة وإذا كنا لومنا فخري لا عمر فهيم يستاهل لوم أكتر بعد ما نسمع فخري كنا كذبانين واحد سفر العيبة كان دائما بتوعى الزمالك كان فيه دم العيبة بتوعى إصابات وكده فوالله العظيم أنا طلعت الكورة يعني قبل ما أفعل كورة دي مثلا يجي ثلاث مرات آه فبعدين جيت في الكورة فيه كنا كذبانين اثنين واحد ففيه لعيب في الزمالك ده صح بأساسا آه بقعت الكورة جنب الخط بالراحة خالص كده آه وراحة تطمن عليها رأي فيه حد من الجهاز الفني تقريباً المدر الفني أو حد من الجهاز آه بقولوا خدوا الكورة ولعب ما تطلعهمش ولا تديهم الكورة آه واللعيبة كلها بتاعاتنا مستنية مستنين الكورة ترجع لهم ترجع لشوبير أو يعني طلعوها في القاوت يعني ده اللي هو يعني روح رياضية آه بالزبط فطبعاً اللعيب سمع كلام المدرب وراحة حاجمة خطيرة وكي هتيجي فينا جون يعني آه فبعدين الكورة بعدما ما خلصت فأنا بأكلم الكابتن تريمة الكابتن عمر فين فقولوا كابتن عمر ده مش احترام يعني ده عيب يعني حضرتك تعمل حاجة زي دي يعني مش يعني يعني أنا مطالع الكورة وكنت ممكن نجيبها يعني أنت دولتي كنت نقصين واحد وكنت ممكن نجيب جون يعني آه فقال لي لا هي الكورة كده ولعبه ما تتكلمش فقالت له خلاص تمام ماشي يا كابتن ده حتى الكابتن عمر الكابتن عمر يعني حتى يعني ما بيتعصرش خالص ولا بيتكلم اللي ما يكون يعني حاجة يعني فوق تاقته يعني حتى تعصب راحة الكابتن عمر قال له يا كابتن عمر يا منفعش اللي حصل ده يعني كي هتيجي في ناجون وده مش احترام برضو آه فكان حصل حاجات يعني برا الملعب وكده وبعدين فأنا مرد جدش صراحة فأنا أنا ردي بيكون في الملعب بس فستنيت أما فاخر ديها تقريبا فلقيت الكورة جاية لي فطبيعي يعني وبعدين دي مهارة دي مهارة علاقة مثلا إن أنا بطمانظر أو بعمل حاجة مش كويسة يعني دي دي مهارة عادية خالص دي مهارة عادية خالص وقفة فخري أرحم بكتير مع رفضنا ليها من مصيبة فهيم عمر فهيم لعيب لعيب دولي لعب في الزمالك ولعب في الإسماعيلي والمدير الفني لفرقة شباب الزمالك يا جماعة وأنتم بتدربوا الناشئين خدوا بالكوا إن أنتم بتغرسوا قيم الروح الرياضية ما ينفعش أبدا لعب النادي الأهلي يقولك أنا خرجت الكورة وعملتها ثلاث مرات في المباراة عشان لعب في الزمالك مصاب فألاقي المدير الفني للزمالك يقول له ما تدهمش الكورة إلعبها على طول إيه ده بقى إيه ده بقى بجد يعني إحنا بنتكلم روح الرياضية إحنا بنتكلم شباب صغير إحنا بنتكلم قطاعات ناشئين إحنا بنتكلم إزاي تقدر تغرس في لعب شاب أو ناشئ الروح الرياضية الحقيقية إزاي طلع لك الكورة عشان لعيبك أنت مصاب فتطمع في الكورة عشان تجيب جون إزاي إزاي تقدر إنت بتقول المنافس ما تطلعها ليش طب واللعب المصاب ما ممكن لقدر الله تكونوا الإصابة جديدة محدش عارف إيه اللي بيحصل إزاي ده يحصل فزي ما بيقولك دي مباريات شباب ومباريات ناشئين التشدد فيها في السلوكيات لازم أن يكون قوي قوي بس هنلوم اللعب إزاي والمدرب بيعمل ده يعني هلوم فاخري إزاي على إنه وقف على الكورة وفيه واحد عمل مصيبة ففاخري بيردهاله إنت عملت كده طب هو ويفتلك عليه قلنا إنه لو وقفت فخري ولو وقفت رمضان مستساغة لأن فيها نوع من إزهار التعالي والضغط النفسي على الخصم ما يصحش يكون مع أي خصم ما يصحش يكون وكمان ما يستقبلش الأمر من قبل المنافس على إنه المؤاخذة دي هتغلطة كبيرة جدا إن أنا علمت عليك فتقوم ضارب والحكم بيتفرج في الأول إنه ما قدرش يستخدم النظار بس في التانية مصيبة إنه ساكت لكن اللي حصل من عمر فهيم أعتقد أمر غير مقبول بالمرة وفقا لرواية محمد فخري اللي حكى فيها هو ويفع كرة ليه أهي قادي لقطة عمر فهيم من شريط المباراة علشان نشوف فخري كان غلطان ولا لا أهو لعب الأهل اتطلع الكرة أهو بصوا بقى فضل وفي ظهره إلعب إلعب روح يمكن ربنا يا كريم لو نجيب جون تجيب جون إزاي تجيب جون إزاي يعني وإيه قيمة الجون وصد حاجة زي كده أهو قادي كابتن عمر أنور في اللقطة دي راح يكلم أهو عمر بصوا ده طلع له كرة اللقطة اللي قابل دي لعب الأهل أهو بصوا بصوا لقى لعب الزمالك وقع فاخر راح مطلع الكرة أهو إلعب إلعب وأنا مطلعها لك عشان اللعيب بتاعك هو اللي وقع هنا عمر أنور بشاور له يصح كده ينفع كده يعني أنا مش عارف إحنا بتربوا الشباب على إيه بتعلموا للشباب أنهي قيم بالزبط إيه السلوكيات اللي احنا عايزين نحفظ عليها في الملاعب اخطف ويجري اخطف ويجري مش مشكلة هو طلع لك وكرة هو حر ده كلام ده رياضة ولما بتتمسك بالرياضة ولما بتتفوق بقيم الرياضة بتلاقي التأدير والتكريم وأعتقد اللي حصل للأهلي في 2019 من تكريمات وتأديرات كبيرة جدا من مواقع إعلامية مختلفة كان نتيجة الحفاظ على مثل هذه القيم والسلوكيات والترفع عن أي صغائر وأي صغار كانت واحدة من التكريمات المهمة جدا للنادي الآلي في حزب الوفد حزب الوفد الكبير كان نظم احتفالية واحتفائية باختيار الأحسن هذا العام كان برئاسة أو حزب الوفد برئاسة الأستاذ بهاء الدين أبو شؤة فاز النادي الأهلي أحسن نادي تسلم الجايزة بتاعته الأستاذ طاري أنديل عضو مجلس إدارة النادي وألقى كلمة بهذه المناسبة وقبلة طاري أنديل بحفاوة كبيرة جدا بين الوفديين فاز الكابتن سيد عب حفيز بجائزة أحسن مدير كورة وفاز علي معلول أحسن لاعب وفاز محمد الشناوي بأحسن حارس مرمة نشوف في هذا التقرير التكريم المستحق للأهلي في بيت الأمة في حزب الوفد ونطلع لفاصل وبعد الفاصل نفتح أجندة 2019 في الساعات الأخيرة مع النقد الرياضي الموسوعي الدكتور طاري الأدور بعد تقرير الوفد والفاصل تحية وتكريما لكافة الرياضيين على كافة المستويات وكافة الأندية وعلى برماتها النهال الأهلي ونهال الزمان وكافة النهائي الذي تشارك وتشارك نفس في رب راية رياض مصرية في هدفه لتأكدين طاري سيدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 الحمد لله ذا استمرار للنجاحات اللي بحقق النادي الأهلي وأبطاله ورموز الرياضيين تكريم كان يستحقه النادي ولعبيه ونجومه وكمان من الحاجات الملفتها للنظر معالج سيد رئيس الحزب في كلمته وتحيته للكابتن محمود الخطيب اللي ان شاء الله يكون موجود ان شاء الله في الاحتفالية الجاية السنة الجاية لظروف النواق خارج البلاد مكانش موجود وبرضه مش هكلم على الحزب الوافد وعلاقته بالنادي الأهلي ان الاثنين بيشترك ان هم خلاع وطنية موجودة في المكتبع المصري زي ما كنت بكلم سعد باشر زغلول كان رئيس أول جمعية عموية للنادي الأهلي فؤاد باشر سراج الدين كان رئيس شرف النادي الأهلي النادي الأهلي بتاريخه العريض الكبير اوي اوي الحمد لله بياريخ فيه دايما بيكون موجود في جميع الاتفاليات الوطنية بالاضافة الى نجومه والاستفتاءات اللي حصلت ودايما رموز النادي الأهلي ونجومه في تقدمه ودايما الاوائل دايما في كل الاستفتاءات ان شاء الله دي حاجة تشرفني تساعدني كمان ان انا كن موجود هنا في مقر واحد من الأحزاب اللي ارتوط اسمها بتاريخ مصر وكان يرقصها زي ما كان يرقص النادي الأهلي زي مساد زغل في حاجة تشرفني بالتأكيد اما في خصوص التكريم اعتقد ان ده عمل جماعي وعمل يعني محظوظ ان انا كن موجود هنا ومحظوظ ان انا اتقرم بشكل كويس لكن الحمد لله لكل شيء اعتقد ان زي ما قلت في البداية ان ده نتاج عمل جماعي اهلا بحضراتكم من جديد الحقيقة وانحنا في مفترق السنين وانحنا بنطول اوراق او الساعات الاخيرة كمان من 2019 بنستشرف عام جديد كل سنة وانتوا طيبين وكل سنة يا رب ومصر في احسن حال ان شاء الله ما ينفعش وانحنا بنقفل ما يبقاش معانا واحد من اهم من النقاط الرياضيين رصدا مش بس رصد للاحداث قرأ جيد لها مفسر وعي جدا لها خبير موسوعي في الشأن الرياضي كله الدكتور طاري الادور اهلا بيكا دكتور اهلا بيك اهلا بيكا سيد مراهيم ومتشكرين على الكلمتين دول لا بكا كل سنة وانت طيب وبسعد دايما بكل جماهيرنا الجميلة كل سنة وانت طيب يا دكتور 2019 في مفرق مع 2020 الاقي اخر ازمة في 2019 ممكن ترخم على 2020 ظهرت او قضية الاستبدال لانه مع بدايات السنة الجديدة فيه البعض بيعمل محاولات علشان يكتل الاندية ضد الشروط اللي بدأت بها المسابعة فيما يخص الاستبدال جالت الدستور نشرت على لسان مصدر داخل لجنة شؤوني اللي عابين انه تلقوا بالفعل خطاب من الاتحاد الدولي بيقول لهم البطولة بدأت بشروط تنتهي بيها وانه اي تلعب في الشروط اثناء الموسم يخل بقانونية المسابعة شايف الامور ازاي وهتنتهي الى ايه بص عايز اقولك لحاجة احنا كنا بنتكلم مع بعض في وقت كانت لسه اللجنة الخماسية دي جاية واقعدنا هنا في نفس البرنامج واقعدنا اتكلمنا قلتلك نفسي نوصل الى الحد اننا ما نحط قواعد نمشي عليها وما نرجعش في اي قاعدة هنحطها او اي لايحة هنحطها نقول ايه اصل سنة 1950 كان مش عارف ايه خلاص اقفل حتى قلتلك بالزبط نحط نقطة ومن اول السطر نقطة ومن اول السطر دي يعني لو انت جيت الاهل طالب بحاجة تخالف اللوايح واحنا في قناة الاهل هقولك لا الاهل غلطان انه دي 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 الرياضة احنا خلاص طالما حطنا قاعدة لو دلوقت الاهل بيطالب مثلا بتمانية اجانب لا معلش انا بدأت بلايحة خلاص انتهي بياه دي دي القاعدة اللي احنا اتفقنا عليها اننا عشان نبقى محترمين ومسابقاتنا محترمة يبقى لازم نبتدي بنظام وسيستم مختلف تماما اننا كل قرار باخده خلاص لا رجع فيه لان الرجوع في القرارات دي احنا عنينا منه سنين طويلة اوي في الماضي ده نمرة واحد نمرة اتنين القاعدة الزهبية بتاعت جميع البطولات في العالم جميع البطولات على مستوى المنتخبات على مستوى الاندية على مستوى المسابقات المحلية على مستوى البطولات الدولية بتستند الى نقطة مهمة جدا انت ليه الشفافية وليه انك انت تعمل مسابقة نكحة وفيها عدالة بدت بقرارات وبدت بليحة يا سيدي انا هفترض لك الليحة دي تلتر بقاها غلط مثلا لازم تكمل عليها عايز تغير غير بعد دم البطولة دي تخلص لكن انا ايه بقى على مزاج مسلا سين ان انا اوسع دي وديق دي وخيط دي وحط دي واعمل دي ده هيخلينا نفضل نلف ونظور في نفس النقطة وانا بكرر تاني وبقولك عشان في ناس مسلا ايه تيجي قبل ما خش حتى على الحلقة وعلى الفيسبوك وبتاعي بيقولك ايه طب منت على فكرة مش هتقول كذا وحطول لأ بقولك لو انا هنا في قناة الاهلي والاهلي والله طرح هقولك لا الاهلي غلطان مش هغير بالزبط فانا متذكر كويس قوي نهائي دور الابطال الاهلي والتراجي اللي هو كانت في المسابقة بتاعت 2018 قلت هنا ان وليد اظهره غلطان فيما فعله اما قطع التشيرت وكلام منت وانا لو ما كان ادارة الاهلي كانت توقف وهو توقف فعلا في المباراة فعايز اقولك ايه احنا ما بنخبش حاجة ما بنقوش حاجة هقولك على حاجة سر يعني انا مش عايز اقولها بس هقولها في قناة الاهلي ايه رأيك ان انا لما قلت الكلام ده في قناة الاهلي وقتها وقلت ان ضرب الجزاء من الاتنين ما كانتش يعني سليمة تبا اصحابي في الاهلي كتير ومجلس قدرة كله اصحاب انا تخيلت ان ممكن حد يقول لي يا عم احنا في قناة الاهلي ما تقولش مش عايز كذا والله والله ما مخلوق كلمني في الاهلي وقال لي انت قلت كده ليه وانا ما قلتش كده ليه الله شوف ما فيش مخلوق اه اي حاجة غير كده بدل غلط على فكرة غلط طبعا في المقابل مرة كنت بتفرج كده على واحد من البرامج وبعدين واحد قال لك ايه الزمان الجاد ضرب الجزاء فقاله ايه ضرب الجزاء دي مش صحيح هو بيقول رجل بالحق وهو زمانكاوي صميم بس هو بيقول الحق ضرب الجزاء مش صحيح رأي فني رأي قدرين انت شفاق يوو على اللي حصل فيه اه فانا عايز اقولك دايما الشفافية انك بتقول الحق بتقول الصح بتقول ان المفهود يتمعلي قبل ما تدخل انا كنت بعرض لقطة لدور الشباب مباراة لالو الزمالك لا خير محمد فخري ويفع الكورة لعبت الزمالك ضربوه وحصلت خناقات كتيرة فانا قلت قبل ما تدخل على طول يمكن انت ما سمعتنيش انه فكرة ان اللعيب يوقف على الكورة حركة مستفزة انا ما بحبهاش مزبوط ولما يقولك مهارة انا مش مقنع عليها لانه مش مهارة بتخدم سير اللعب لا بتقاف ده بتقاف اه وبيضرب والمنافس بيتعامل معاه بحساسية كما لو كان دعيب اه برضو دي ثقافة مزبوط لكن انت متخيل انه يطلع محمد فخري يحكي الوقع فيبقى اذا كان فخري غلطان عمر فهيم اجرم كمدرب مدرب للزمالك اه حمد فخري بيقولك انا طلعت الكرة اثناء المباراة ثلاث مرات للاعبت الزمالك ويهبت اتعور اه وفي رغم ذلك لعبه اه اخر مرة بيقولك انا طلعتها لقيت عمر فهيم كابتن عمر فهيم بيقول لعب زمالك العب العب على طول اه وهو طلعها عشان لعب الزمالك اه العب عشان راح يجيب جون ويقع وهو اعتقد انه مش هيكم راح مطلع عالكورة برا ده ده الفير بلي والاخلاق بيضا انت تخيل انك انت كمدرب اه انت يعني بتربي لاعب انه يخالف الفير بلي والروح الرياضية مظبوط مظبوط فعايزين نقول ان نستخلص ان اللوايح لوايح لو اللايحة خططها على حاجة بقولك لو لو في عشرين بند في اللايحة طمانتشر منهم غلط وسببوا مشاكل هكمل بالطمانتشر الغلط دول بعد الموسم ابتدعي بس احنا في خطوة تانية انا اتكلمت عليها كتير قوي قلت ان انت عندك مجلس ادارة مؤقت ولجنة مؤقتة من خمس افراد فقط وهؤلاء الخمس افراد كلهم غير مرشحين ان هم يخشوا في الانتخابات بعد كده رغم اللي بتردد دلوقتي انه في محاولات للالتفاف على ده ويبس محليهم بالترشيع يعني برضو بنهرك برضو بنهرك بس المهم ان انا عايز اقولك ايه القاعدة ان الناس جاية مجردة من اي اغراض جاية بعيدة عن انها تخش انتخابات او فانا عايز انفذ اللوايح بتاعتي بكل دقة عشان انا ما اعودش اعدل واغير في نفس الوقت لجنة مؤقتة تخطيلي سيستم ما يكونش بقى ايه فيه فواتير انتخابية ما يكونش فيه مجاملة للشخص عشان انجع حاجة تانية او اعب الحاجة او اعب على الحبلة ده عشان ده لا انا باعمل ليحة عشان امشي بيها بالكرة المصرية سنين ويام وانا قلتلك قبل كده الفرق بيننا وبين بره ان انت ايه الاتحاد اللي بيجي بره او اي جهة مسؤولة عن الرياضة بره ده بيجي مش واحد مزاجه انه يعمل ده يعمله واحد مزاجه انه ما يعملش ده يعمله جاي استراتيجية استراتيجية لغاية 2030 انت دخلت في وسط الاستراتيجية نفذ واللي بعدك يجي يكمل لغاية الوقت ده تيجي ناس تانية تعمل استراتيجية جديدة ممكن تغير في حاجات وتغير في سيستم بس كل اللي يجي يمشي عليه انما انت عندك ايه القاعدة التحدي ايه عارف عامل زي ايه عندنا السنة تطوير التعليم عندنا ايه اقتصر على ان انت ايه سنوية عامة سنة واحدة لأ خليهم سنة ايه ستة ترجع ستة يعني هو ده تطوير التعليم لكن انت ايه ستة سنة وستة ايه حاش في قرر من تلتة عدد دي خاله اه فانت ايه المهم ان انت تعمل استراتيجية واضحة كل اللي جاي يمشي عليها مليش دعوة مش دعوة مش عليها وده ممشي عليها هو ده الاساس في نظام رياضي صحيح طيب انت اشرت الجزئية مهمة جدا مسؤولية اتحاد والكورة اللاجنة الخماسية انت تحط لايحة اه وفي لغة كتير حوالين اللايحة مبدئيا من فكرة الحزر حزر الجامع بين العمل الاعلامي والترشح او تحديد سن لرئيس الاتحاد انت شايفه ازاي شوف حكاية الاعلام من البنود المهمة وبند التمن سنين عايز يعملو 12 سنة وبعد نيجي اللي بعده بيعملو 16 سنة وبعد نوصل ل30 سنة يعني واحد يتولد ويموت وهو في الاتحاد لا يعني كلام كله كلام غير بص بص يا سيد المري انا مليش علاقة انا لما اقول ان انا عامل بند 8 سنوات جاء والد الله يرحمه كان رئيس الاتحاد هقول لا 8 سنين بس خلاص هي قاعدة حطناها وخلاص بنمشي عليها وبعدين اقولك الحاجة اطلع كده انا عملت استفتاء شعبي مش على الرياضيين ولا على المسؤولين بس ولا على المسؤولين الكبار اللي هم في الوزارة وكده بس ولا على مستوى الشعب لا خدت كل القطعة هتلاقي اتى حدك انا عملت الاستفتاء ده وشفت كل الناس لقيت 90% من الناس بيقولك نبات نطبق بند 8 سنوات 90% مش بس عن 80 او 70 90% فاكتر بيقولك ان 8 سنين دي انت جاي 8 سنين يا سيدي انت حلو وجميل جدا وقعت 8 سنين عملت اللي عملته خلاص انت خدت فرصتك ما عملتش بالسلامة عملت انت كفاية عليك 8 سنين خدت فيهم فرصتك انك تحط بصمتك في تطوير اللعبة او في لوائح اللعبة او 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 انا مختلف معاك في الحتة دي يعني او اسمح لان انا اختلف معاك اه لا اتفضل طبع لان انا شايف لو في جمعية عمومية رشيدة ووعية حقها تختار يمكن تختار شخص ما شايفها في الدكتور طارق كفاءة للاستمرار مدام هي عندها حرية الاختيار المجرد دون ضغوط دا حقها ايه المشكلة لو واحد قادر على العطاء عاصل ممكن يكون مش قادر على العطاء والجمعية تكتفي بيه دورة واحدة مش دورتين حتى ايوة بالزبط وتغيروا لا بس فهي يعني فيه نوع من الحجر على حرية الاختيار لما تحددها بمدة الاصل في المسألة اختيار الاكفاء طب ما فيه ناس كتير كان حتى في 8 سنين 8 سنين ويجيبوا واحد يقضي 4 سنين ويعني يجي تاني يعني عايز اقولك ايه بص طالما ارتضينا بقعدة قلت ايه الموظف دا الموظف دا حييجي يقض في منصبه كمدير الادارة دي 8 سنين هو هتاخده بعد كده اتموته في الشارع هتاخده اضطرابه بالرصاص ما انت هيقضت 8 سنين قعد هنا 8 سنين رايح ينتج في حتة تانية هو مش معنى ان انا قلت 8 سنين ان الشخص اللي بقع عنده الالاكسپيريانس دا ممكن يروح هتا تانية ايه خلاص لا هيروح هتا تانية وهيبدأ اللي عنده الابداع واللي عنده العطاء حيدي 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 في 8 سنين حيدي برة 8 سنين حيدي في مكان تاني وجات نظر تحترم برده الحظر الاعلامي الحظر الاعلامي بص انا بصراحة قلت عليه من زمان اتكلمت عليه مش معنى ان انا بقول حظر الاعلاميين ان هما يتواجدوا في الاتحادات ده ان انا مثلا الاعلامي ده انا بقلل من قيمته انا ممكن اعلام انا بحبه جدا وانا بتابعه في البرامج يا سيدي الشوية اللي انت فيهم في الاتحاد قول شكرا سلاموا عليكم مين اللي عمل دي؟ كابتن هيا صامع عبد المناء صحيح اه كتاب صامع مناء وراجل بيكتب عمود في الجران وراجل مسؤول عن صفحة في جريدة الاهرام وقال لك ايه بس انا جيت في اتحاد الكورة شكرا ابعد عن الاعلام خالص بعد عن الاعلام الفترة اللي هو ماسك فيها اتحاد الكورة حتى رغم انها كانت فترة قصيرة وبعد ما انتهت فترته في اتحاد الكورة رجع تاني مارس الاعلام عادي ما تعمل اللي انت عايزه لكن انا بتكلم على الفترة دي فانا بقول ايه اي اعلامي انت اعلامي متميز جدا سين او صاد او عين او اي حد خلاص انت جيت في منصب اعلامي وانا عاجب وانا بتابعك انا شخصيا بتابعك والناس كلها بتابعك وممتاز جيت في موضع مسئولية بقت خس محاكم خلاص نتوقف عن ممارسة الاعلام الشوية دول الشوية دول يطلعوا بقى ايه دورة دورتين سنتين ما ممكن يمشوا زي الاتحاد اللي فات ارجع بقى تاني خلاص فالغالب بيمشوا محنش بكامل دورة فيعني المهم ان انت الشوية اللي انت قعدتهم قعدت فترة مؤقتة يعني افرد دوقتي في الخمسة طب الكابت محمد فاضل ماشي هو في الخمسة اه وانا شخصيا بأعشق هذا الشاب الجميل في اسلوبه الرقيق والشيق والممتع في التحليل لكن جيت بعيد اول ما تخلص خلصت بقى لجنة الخمسة دي الوقتي بعد اللجنة الاولمبية ارجعتاني الاعلام وكلنا هنتفرج عليك و هنشوفك و هتبقى متميز جدا فاحنا بنتكلم على الفترة دي الفترة دي طالما انا رضيت ان انا عامل عمل عام وارضيت ما بقاش خسمه حاجة ما بقاش انا طالع بحلل لفرقة في الدوري اللي انا المفوض متحكم فيه وبتكلم على تفاصيل في مسابقة وبتقيمة ده ومدرب للمنتخب انت اللي معينه بالزبط اه يعني تصعب القرار بالزبط طيب و جاءت النظر واضحة 2019 اه شفتها مع الكرة المصرية اولا ازاي شفت الكرة المصرية اتعرضت لأهم وعكة يعني الوعكة دي غطت على الانتصارات التانية اللي هي بتاعت كأس الامم الافريقية 2019 كأس الامم الافريقية محبطة جدا المصريين ليه بقى لان التنظيم كان اكتر من رائع رائع شكل رائع انت عارف انا يعني كنت في الاستاذ في مباراة مؤخرا مباراة زمانك واسموح رحت الاستاذ حاجة ايه الجمال ده وايه الروعة دي والشكل من برا واضواء الليد كده اللي طلعا بقى من الاستاذ من برا اوروبا حاجة رائع ملاعب رائع تنظيم رائع الشباب الجميل اللي كان موجود في كل حتة الجمهور اللي دخل بتاع كود فار اللي لابس كله اورنج جمهور نيجيريا اللي لابس كله اخدر جمهور نمشح يعني كله حاجة بسيك انك برا بالزبط شيء جميل ده اما يقابل بان المنتخب حتى مش يطلع يوصل للنهائي ويخصل للنهائي نقول معلش ممكن ايه يوصل للسيمي فاينال لأ من دور الستاشر دي كانت ايه خبطة قوية جدا فعشان كده انا بدأت بديه لان كرويا الهيد لاين بتاع الفين وتسعتاشر ان احنا خسرنا كاس امم افريقية كون كلنا عندنا امل انها بما انها على ارضنا ومن انها في الفين وست اخر بطولة استضفناها عمل نفوس كبير بيها ولازال في ذاكرتنا حتى الان اننا نعمل الانجاز تاني ونحقق البطولة للمرة التامنة لكن للاسف طبعا المنتخب مش بس يعني كان اداءه او خرج من البطولة لا اداءه كان فقير جدا لدرجة انا عايز اقولك الحاجة الجمهور ده اللي شايفنا اللي بيتفرج علينا دلوقتي الناس اللي شايفانا اللي بتتفرج علينا انا كنت بقابل كل يوم في الشارع ناس عادية وناس بسيطة والبيع والتاجر واللي بيمسح الأحزية كل الناس دي انا باحترم قراءها جدا افاجأ بان الناس دي كلها مصر بتكسب بالثلاث ماتشات في الدور الاول بتاخد التسع نقاط كاملة ولم تهتزش باكنا باي هدف وكل الناس بتقولك لا 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 مش هناخد البطولة دي شوف الناس حس انا عمال اقول ايه يمكن ربنا يكتب لنا اننا رغم اننا ما كناش في 2006 افضل فريق على فكرة نعمل نفس الكلام بس نعلم عن المباريات يعني انت برضو ايه ساعات الجمهور البطولة اللي ما نجمعها بتزيد بتزيد نفس الموقف اللي بقى الانجاز الايجابي ابتخب الاولمبي ايه ايه ببتدى بداية معمالي بسيطة وضعيفة وما كناش مقتنعين قوي بس كسب عارف لو ما كسبش الجمهور كان حيولك مش جاي لكن من المباراة التانية بصت لقيت في غانة ابتدى ييجي جمهور الماسترسين او النقطة الفارقة في كاسل الامم الافريقية بتاعة 23 سنة دي هو ماتش غانة ان انت تكون خسران وترجع وتكون خسران للمرة التانية 0-1 وعن 1-1 1-2 وعن ترجع 2-2 وتكسب بهدف قاتل احمد ياسر ريان اللي جابه وكسبت المباراة خلاص ركبت على الخط من المباراة اللي بعد كده رغم ان المنتخب كان ضمنت الوصول الدور قبل النهائي حتى لو خسر المباراة الاخيرة بس جات مباراة الكاميرو جمهور جاء ايه مل الملعب ضرب الرقم القياسي يومها في اكبر عدد من الحضور الجماهيري في بطولة في مباراة تحت 23 سنة كمل الفريق زاد عن السبعين الف اه كمل الفريق وخد اللقب هو ده اللي احنا كنا عندنا امل فيه بس فيه انجاز برضو للزمالك اللي هو في كاسل كونفدرالي في واحد كاتب لي على فكرة بقول ايه طب انت مش هتقول لي انجاز الزمالك ليه طبعا ده مكسب كبير فده مكسب مهم جدا على مستوى الاندية لان النادي الاهلي اللي كان بطلتين متتاليتين الحقيقة انه هو كان بكل المعايير الفنية جدير باللقبين قبل مجل الاهلي المنتخبين احباط المنتخب الاول رغم روعة التنظيم في الحدثين احباط المنتخب الاول ثم تعين الكابتن حسام البدري نجاح المنتخب الاولمبي وتجليد السخة في الكابتن شاوء غريب واللي اتنين داخلين بينا على عشرين عشرين حسام البدري شايف فرص نجاحه في عشرين عشرين ايه وشاوء غريب فرص نجاحه في توكيو وتترشح له مين من اللعبة فوق السلم بص حاولك على حاجة حاجة هو بالأول على المنتخب الاولمبي العشان هو عامل لنا جحفة لازم ابتدني المنتخب الاولمبي الحقيقة انا شايف انه واعد جدا ومحتاج شوية تطاعمات دي دي هتفرق معه كتير مثلا على سبيل المثال اما ييجي جول كبير انا متوقع انه سيختار الشناوي يعني لان الشناوي مستوى سابق الحقيقة مستوى متميز هدف واحد داخل فيه ثمان مباريات وبداية هنقول عليها بدوقتي بعد ما نيجي نتكلم عن النادي الاهلي في الدور المحلي افضل انطلاقة للنادي الاهلي في تاريخه في الدوري حتى هذه المرحلة يعني لو جينا في الدوريات كلها ازاي وحقولك عليها بس نتكلم فعمل كل هذه الانجازات في الفترة اللي هي الاخيرة دي المنتخب الاولمبي انا شايف الشناوي له ضرب كبير في وضع الاهلي الوقت سواء افريقيا او محليا ده مركز حلاصة المرمى شايف برضو ان انت ما هتلعب مستويات اعلى انت محتاج اللي هي المشكلة الدائمة عندنا اكبر مشكلة في الكرة المصرية في تلاتين اربعين سنة هي قلب الدفاع عشان كده لما جلنا في وقت قلب الدفاع زواء الجمعة الاهلي شوف عمل وصل لفين فافريقيا والمنتخب خدت كسر قوم تلات مرات اما كانت عندك اللعيبة اللي بيلعبوا في القلب دول هاني سعيد ومحمود فتح الله وشادي محمد والجمعة المجموعة دي لما جات هي كانت في المنتخب وفي اغلبهم كان في النادي الاهلي النادي الاهلي كان اغلب العناصر اللي يبتأ الدفاعية اللي موجودة وقتها كانت من النادي عملوا عملوا نتيجة مهمة خط هجومي او مجموعة الهجوم لعيبة مميزين لكن المشكلة جات فين وراء المشكلة جات وراء ان احنا اخترق دفاعنا في مطش جنوب افريقيا وخسرنا فانا بتكلم على النقطة ان انت محتاج حد في قلب الدفاع مين انا مش هحد بس لازم يكون لعيب عنده خبرات لعيب عنده خبرات يضاف يعني انت عايز شايف محمد الشناوي وعايز قلب الدفاع وعايز محمد صلاح وصلاح بقى ده ما نختلفش على صلاح بس طبعا انا ايه انت بتعرفش شذف صلاح ايه يعني برضو ايه المشكلة صلاح احد اللعيب القلائل في العالم بص ما خدش اجازة في 2017 بسبب تصفات كاس العالم وما خدش اجازة في 2018 بسبب كاس العالم نفسه وما خدش اجازة في 2019 بشكل اشتراك في كاس العالم الافريقية فتلت سنوات متتالية صلاح ما حصلش على فترة راحة ايه حتى فترة الراحة بتاعت السنة دي ايه هو رجع يعني كان الدوري خلاص هيبدأ بعد ثلاث ايام بعدك رغم ان مصر خرجت بدل هو رجع يعني ساد يومان ايه اللي رجع متأخر عنه بقى مرضيش يورجين كلوب انه يلعبه في بداية المشوار فهتبقى رابع السنة عالتوالي 2017 ما خدش راحة 2018 ما خدش راحة 2019 و2020 دي بالنسبة لفرق كبيرة زي ليبر بول ولعب كبير زي صلاح ولعب كبير زي صلاح ما فيش ولا ولا فترة تراكم المجهود بالزبط فالجهد التراكمي ده فهي صلاح انا بقول ان صلاح مهم جدا جايل عموما هو شوء غريب حسب النظام هيختار خمسين لعب في شهر ستة هيحط منهم عشرة من الكبار عشان في الاخر عشان في يصفيهم على التلاتة ويصفي القايمة النهائية بتاعه بس اتنين انا وجهة نظر انا الشخصية الفنية حالس مرمى شناوي ومدافع بدون تحديد مين بص هقولك على حاجة لو احمد حجازي جاء هو اللعيب نموزاجي في الحتة دي لانه بلدر كمان بيبني الهجمة بزاة اخد بالك التلاتة اللي بيلعب بيوم شوء غريب هيكمل بقواه مش هغير الخطة بقتي هيكمل تلاتة اربعة تلاتة فالتلاتة دول عايزين واحد بيلدر يعني اللي هو بيبني الهجمة بيبدأ به يعني الشناوي حجازي وصلاح طيب عموان صلاح هو يعني حتى كابتن شاوي غريب مرحب جدا بصلاح وسيبله حق الاختيار بالزبط وبرضه هو على فكرة هو وطن جدا صلاح ولو الخيار ليه حييجي بس هي حسابات تانية اللي انا قلتها دلوقتي دي طيب ده المنتخب ايه الوليمبي كلمنا عن المنتخب الوليمبي ده فطرته وهو انا بعتقد ان اللعيبة اللي هي فرصة ان المنتخب الوليمبي برضه ان لعيبته كتير بده يزهره بشكل اكرب توفيق بقى بيلعب احمد ياصر رايين موجود رمضان استوى جامد ورمضان طبعا فرق كتير جدا جدا رمضان فيلر غير تماما في شكل اداء وده هنتكلم عليه برضه المهم من المنتخب الاول بقى المنتخب الاول بقى فيه مشكلة كبيرة في المنتخب الاول ان برضه انت في مرحلة ما ما بعد الفترة اللي فاتت بقيت هكتور كوبر كان ايه انت بتعمل نتائج بس مفيش كورة خالص يعني انت وصلت كاس امم ووصلت نهائي وروحت كاس عالم انما كورة كورة الناس تتفرج عليها مفيش خالص فجأة رحت قالب على المكسيكي اسمه ايضا اجري خفير اجري اجري حاجة تانية خالص ابتدى عمل ايه بقى اجري قال لك لا بص انا هعدل الكبار دول وهو ده فكره شيل الكبار وخلينا في لعيبة صغيرين وعدل في طريقة اللعب شوية البدايات عدل في طريقة اللعب شربعة اتنين تلاتة واحد ابتدى اللعب بتلاتة وراء زي شوء جريب كده بس مع ايه اللعيب الهاف ديفندر يرجع مع الاتنين القلب الدفاع في حالة الدفاعية فطير الجنبين اللي هما كانوا المحمدي وقته اجري وايه ايمن اشرف كان هما اللي بنعبوا على طول كل الماتشات طيرهم خلاهم المساحة الهجومية بتاعتهم اكبر قلنا ماشي رجع بعد اما مشي شوية وعمل نتائج كويسة رح راجع للقديم طب سكت انت حطت فكر ونجح ومشت فكر ومشت فكر اه رح اول مدر رجع لللعيبة الكبار ورجع تاني غير في طريقة الاداء ورجع لعيب زبار المحمدي اللي انت حطته وسبدته اععده يعني غير تماما في شكل بتيب بعد اما ابتدت بفكر غيرت الفكر تماما فطبعا كان النتيجة الفشل فانت ايه بعد اما نتائج من غير كورة وبعدها حاولت تلعب كورة ما عملتش نتائج وقعدت كل ده فجاء حسام البدري محمل معلشي برضه لازم اقول انت عافي انا صريح كده محمل ومكبل بيعلاقة مش جيدة مع الجمهور ودي مشكلة يعني ايه ان الجمهور حس ان هو مشي من هنا وجيه هنا والحاجات دي كلها بتفرق قوي مع الجمهور خلي بالك انا دايما باحترم جدا رأي الجمهور احنا بنتكلموا الخبراء يقعدوا يتكلموا ويقولوا تحليل وكلام من ده بس عمرك ما هتتحق عالجمهور يعني لو لعيب عايز يكسب الجمهور بقى وانطة هيكشفوه الا الجمهور ما يتدحكش عليه قبل عارف احنا هيتدحك علينا اما الجمهور ابدا لا يمكن يتدحك عليه عشان كده بس انا عايز اقولك مثال ايجابي بلاش المساعدة السلبية وليد سليمان عارف وليد سليمان لو ما لمسش الكورة بعد كده خلاص حجز مكان عند النفس في قلب الجمهور في قلب الجمهور هو نموذج عصر حديث لو وليد سليمان اللغم عليه لما كان انبي مش عايز يسيبه الاهلي لو قالوله خد كنوز الدنيا عند الناس ايه ده تمن كبير يا ما قلته حتى هنا قلت ايه مش التمن اصلاك انت ساعات اللعيب يبقى الخيار بان ايه هنا هياخد 8 مليون وهنا هياخد 10 مليون مش هياخد هنا 10 مليون والتاني مش هياخد هياخد صفر لا ده 10 مليون 8 مليون يا عم مين ادراك ان انت حتى وانت في الرزق نحن نكلم المواطن العادي واحد قاعد في شغل ومرتاح فيه وبيبدع فيه وبياخد 10 قروش ب15 راح الشغل ده افل فقاعد في الشارع ما هو انت ما تضمنش ربنا اللي هو الرازق فانت بتختار بين ايه يقولك ايه لا ما هو برضو الاعلام بقى للأسف بيتناول دي يقولك ما هو برضو هياخد هنا 2 مليون اكتر يا عم ما هو هياخد هنا 8 8 مليون وهو الشباب اللي قاعد الوقت في الشارع ده مش لقي 8 ساهم صحيح فانت عايز هتاخد 8 مليون ايه اللي بيخليك عشان 2 مليون من 8 مليون ل 10 مليون تسيب النادي تفرط في القيمة ايه اللي بقى القيمة دي خب بالك قيمة حب الجمهور دي لا يعادلها قيمة عارف انا مرة هقولك انا شخص بسيط يعني اهو مش هقولك لعيب كورة مشهورة لا بتاع كويتشة العربية نايم فوقفت عند بتاع كويتش وراح نفغي الكويتش دكتور طي ازايك والله انا بحبت جدا ومش عارب ايه وكلام من ده والله ما واخد منك فلوس هي كل الموضوع كام انه نفغ كويتشة يعني هدينه 5 جنيه يعني لكن القيمة انا الراجل ده مرة عدت عليه عشان سلم عليه اه طب يعني عارف قيمة الحب صحيح اهو الحب ده شوف اهو ايد سليمان وهو ماشي في الشارع وهو رايح هنا وهو جاي من هنا صحيح دي قيم احنا لازم نرسقها عند اللعيبة وعند الناس مش الاعلام يقولك ايه وحتى الحب ده خد قرش زيادة يروح حتى الحب والما كان عنده جمهور يعني ليه قيم تسوقية كمان عالية طبعا انت كان نجم نفسه طبعا محبوب من الجماهير طبعا لزوي قيمة تسوقية هاقولك على سبيل المثال رمضان صبحي اللي بنتكلم عنه طبعا اثر على الغابة وعلى الاهل جتير رمضان صبحي اما كان منتخب شباب مجاش مع المنتخب في البطولة اللي كانت في زنبي مع المجموعة دي مصطفى محمد وعمار حمدي وان المجموعة دي اللي لعبت في كاس الأمم الأفريقية في زنبي مجاش وهو كان محترف حد فكر رمضان عمل ايه لما رمضان جاه وجاف حضن جمهور مصر شوف القيمة بتاعته عالية قدية هل في الاحتراف ده اللي راحه عالية صنطي معليش ده هو الشوية قبل ما يمشي اما كان هو استرد نفسه هنا بالزبط فانت قيمة اللعب مش عام ان انت جاري على بره وخلاص مش ان انت هو طبعا رمضان شوف بقى القيمة اللي عملها رمضان السنة دي بس يعني انا شايف رمضان اول ظهوره فكر اه 2013-2014 ايوا لعب وهو عنده قبل ما يتم 17 سنة مطش المحلة 10 دقائق بالزبط واتطرد من الاهلي ساعتها لما اسكر وقت الجمعة بين فخرج استوب دي البدري في ديئة 38 او ديئة 37 راح جاي رمضان في مطش المقصة الاخير في المجموعات فاتح مبروك جه راح ملعب رمضان صبحي وكريم بامبو ومحمد حسن اللي هم هالوقتي في الزمالك ولعب سيد الشبراوي ولعب عمر جمال كان اول موسم ليه اللعيبة دي وهم صغيرين كده خدوا الدولي فاكر رمضان صبحي عمل ايه مطش بيتروجيت اللي هو كسب الاهل الدوري جاب جولين وهو لسه يدوب 17 سنة الا في الدورة الانهائية دي ده القيمة الاولانية مشي ما بقاش فيها حد فكره ده فقط ما كان هو لعب منتخب وهو في هادرز فيلد لعب منتخب ما لعبش ما بقاش يستدع حتى في المنتخب او يتم اختياره في كاس الأمم انما لما لما هو حب الجمهور ودخل هي دي القيمة بتاعت اللاعب عيلي هو ابو تريكا استاني ابو تريكا اللاعب في حتة غير الاهل انما قيمته عند الجمهور ايه ابو تريكا ما راحش اوروبا ولا راح نادي كبير صعير انما القيمة اللي بيسبب الخطيب راح اوروبا ما كان الخطيب ممكن جاله عروض فاكر انت في وقت مونش انجليات بخ كان عرض رقم مفتوح ماتش اتنين ده شاهوه قالك ايه ده ده جام نين ده كان ممكن يروح كان ممكن يروح اندية كتير جدا انما عمل تاريخه في حضن الجمهور مع الناس ومع المنتخب ومع الاهل هو ده اللعيب اللي بيفضل ذكره دي القيمة اه كلمة تاعت الله بالزبط طيب ريني فيلر على ذكر الجمهور دخل قلوب الجمهور بسرعة ماتش وتاني ماتش بعد ما كانت بتتكلم النقاط بيتكلموا على السيفي الضعيف وانه مدرب صغير وانه الاهلي وفي عندية اخرى قالك مردناش ناخده وده اقل من طموحاتنا وكلام من ده لكن منذ اللقطة دي وتقديمه للجمهور دخل قلوبهم بسرعة فيلر في 2019 قبل ما اروح لفيلر لازم نبص على لازارتي لانه الاهلي كمان في 2019 خد الدوري بطريقة ناس كتيرة شكت انه الاهلي ممكن يكسب الدور نقول الاول لازارتي ولا فايلر لازارتي 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 عشان هو كان في بداية السابق عشان التدويج بالضبط الاهلي اتعرض لي وعكة شديدة في بداية الموسم ليه؟ كان بيلعب في موسم استثنائي اللي هو موسم 2018 كان فيه اثنين بطولة أفريقيا يعني بيخلص بطولة وبعدها اسبوعين دخل بطولة تاني وكان بيلعب الاهلي في تسعة بطولات مختلفة دوري وكاس محلي وسوبر محلي وبيلعب بطولة أفريقيا قديمة وبطولة أفريقيا الجديدة وعلى كل بطولة من دول ليها ثلاث بطولات لان لو فاس بأفريقيا يلعب سوبر أفريقي ويلعب كاس عالم أندية ويعمل لازارتي ده مؤتمر تقديم لازارتي وارتداء الفن للحمر جي لازارتي امتى بقى لازارتي الاهلي كان لعب ست مباريات اما خلص مشواره في الطولة أفريقيا كان جمع فيهم كام 11 نقطة الزمالك كان عنده 32 نقطة الفرق كام 21 نقطة انت عارف جمهور الأهلي اتعود انه ميرميش الفوطة ما عندوش فوطة أصلا ما عندوش فوطة ايوه هقولك على حاجة فاكر انت ماتش سيوي سبور في نهاية كونفدرالية ايوه انا كنت معلق الماتش ده ما حدش مصدق ان انت تسعين يوه و سيوي سبورت ضائعة فرص الجمهور هو اللي محتفظ بانه لغاية اللحظة الأخيرة عنده الإحساس ان البطولة هتيجي جات البطولة عمد بتعب الجول بتاعه عايز اقولك ايه الجمهور احساسه ان البطولة رغم 21 نقطة هترجع عنده احساس ده كمان بقى شو في المشكلة الأكبر ان الاهلي لما رجع للدوري اخر مباراة كان بيلعبها في الدوري الاتحاد السكندري خسر 3 اربعة ده في السنة 2018 اول مباراة رجع لها قدام المقولين خسر فواسع الفارق بقى كمان مش 21 بقى 24 نقطة مين يصدق طيب الاهلي برضو مش اللي هو بتعموس 96-97 ايه اما كان فارق 11 نقطة والاهلي خد الدوري فارق كام 9 نقطة يبقى كامل مجموعة 21 نقطة تيرن اوفر يعني من تحت 12 لفوق 9 نقطة هنا بقى الظروف كانت اصابات كتيرة لعيبة كتير مش الاهلي ملقبشوا تشكيل واحد ماتشين وراء بعض والظروف السيئة دي خلت الناس اكتر كمان تحس ان الامر اصعب جيلة صارت في الموقف الصعب ده مين اللي عنده القد الاحساس ان انا ما بفقدش الامل ابدا قبل اللعيبة جمهور شيء غريب الجمهور يحس بالثقة الغير عادية ان التيرن اوفر ده هيحصل حصل التيرن اوفر جمهور الاهلي ما عندهش فوطة وما ليهش ده على الفوطة كان فيها ايه بس الفوطة الاهلي ما بي انا حكمل لجمهور كمان ما بيستسلمش اه بالظبط ان اللي صارت في مجيه حصل ايه في اول السنة يوم اربع يناير على طول اه في اول السنة اما كمان الاهلي فقد التلات نقطة بتوع المقاولين واسع الدنيا اتعادل مع الداخلية اتقمطش اللي هو بتاع التين اتنين ده هذه نقطتين كمان فبقوا كمان خمس نقطة اي يعني المفروض ان انا راجع من افريقيا ما ضيعش لا ده ضيع التلاتة بتوع المقاولين والاتنين بتوع الداخلية وبعدين خسارة بيرامدز فبقوا كم نقطة تاني تمانية اه يقوم بقى ايه النقطة دي اللي انا دايما بقولها لجمهور الاهلي وجمهور الزمالك على حد سواء وانا بقولها بكل شفافية الاهلي لعبتوا اتولدوا فحضانة كده الحضانة بتاعتهم تقولك انك تفضل تلعب لغاية اخر مباراة ادي المرواح الحضانة بتاعت الاهلي بتقول حاجة تانية ايه هي ان انت وقتا ما تقول الله ده الفارق 8 نقط ماليش دعوة باللي متقدم عليها 8 نقط ليه دعوة بايه انا ناقص لعشرين مباراة انا عايز اكسب العشرين مباراة دولي جيب الستين نقطة يقوم الاهلي يعمل ايه بقى بعد بص الوقعة بتاعت افريقيا والوقعة بتاعت الدوري بعد رجوعه والوقعة بتاعت بيراميدز في اول السنة وجي لها صارتي كمان مدرب جديد شوف كام مشكلة متغير حسب قالك بس كان الاهلي اللاعب كام تلاتاشر مباراة فاضل كام فاضل واحد وعشرين مباراة عشرين واربعة وتلاتين فاضل واحد وعشرين مباراة الواحد وعشرين مباراة بتلاتة وستين نقطة الاهلي يفقد فيهم سبع نقط بس سبع نقط تخيل سبع نقط في تلاتة وستين يعني الاهلي جاب ستة وخمسين نقطة من التلاتة وستين معدل عالي هي دي اللي فرقت مع الاهلي في موسم 2010-2011 دعني الموسم ده كان قريب الشبه ولكن لأول مرة في التاريخ فرق الواحد وعشرين اللي قلناه بعد اما الاهلي خلص ماتش الترجي الاهلي كسب الدوري بفرق كام تامن نقطة وواحد وعشرين يبقوا كام تسعة وعشرين نقطة يبقى ده اكبر فارق يتم تعويضه في تاريخ الدوري ضرب كمان الموسم اللي هو كان كل الناس بتستشل به اللي هو ستة وتسعين سبع وتسعين ستة وتسعين سبع وتسعين من فارق اتناشر الى تسعة يبقى عوضت واحد وعشرين هولمن هنا اه هولمن رينور هولمن هنا انا عوضت تسعة وعشرين نقطة النقطة دي بقى اللي احنا باعزين نقولها عشان بس ايه لازم نوصل لجمهور رسالة الزمالك اما جمعنا له اخر اربعة وعشرين نقطة كان واخد منهم اتناشر طب وانت عايز تاخد دوري وانت بتاخد خمسين في المية من النقط خمسين في المية دي في السنوات العامة ما تدخلكش اي حاجة طب اما ترجع بالزمالك للستة وتلاتين نقطة الاخيرة ستة وتلاتين نقطة في اتناشر مباراة كان واخد منهم كام طمانتاشر يبقوا كام نص خمسين في المية يعني خمسين في المية في اخر اتناشر مباراة وخمسين في المية في اخر تمن مباراة ده بمعهد بمصرفات ده الكلام اللي تحلله ما تقوليش بقى ايه حكم فلاني وقصي مش عابق قصص انت معرفتش تكسب الملشات الفاصلة يعني انت ماتش فاصل مع الجونة بتخسر ماتش فاصل مع الانتاج بتتعادل يعني بتخسر نقطتين هنا ونقطتين هنا وبتخسر في الموراة الاخيرة قدام الاهلي يعني اذا انت اللي خسرت مش الحكم اللي خسرك ولا مش عارف الظروف الفلانية اللي خسرتك انت اللي خسرت بايدك بطولة الدورة فكانت بطولة الدورة بتاعة موسم 2018-2019 هي البطولة الاكبر في فارق التعويض في تاريخ الدورة المصري بتسعة وعشرين نقطة تم تعويضهم من واحد وعشرين نقطة تحت زي ما قلنا كده الى الفوز بفارق التبنق دخل الاهلي عام 2019 وهو متوجب باغلى واصعب وقالز بطولة على حد تعبير سيد عبد حفيز عشان يلاقي نفسه مع 2019 تجربة جديدة ريني فيلر مدرب سويسري شاب ربما كان الاصغر في المدربين الاجانب اللي تولوا تدريب الاهلي والاول بين السويسريين في قيادة الاهلي والناس تتشكك في السيرة الزاتية له وإذا بالراجل يكشف عن مدرب كبير لعله من أهم المطورين بين الأجانب في الاهلي أقولك على حاجة مع الاهلي متبصش لسي فيه مع الاهلي متبصش لسي فيه طيب يعني مع الاهلي متبصش عن فوطة مع الاهلي متبصش لسي فيه متبصش لسي فيه تعال نشوف مين بتاخد عنوين انت اللي في التاريخ الأهلي جا كيام مدرب 34 مدرب أجنبي تعال أشوف مين اللي سابه أكبر أثر واحد هيدكوتي كان ساعتها لو سي بي هيدكوتي ساعة مجال أهلي سنة 73 كان له سي بي ما كانش ليه ما كانش ليه سي بي قوي كان نجم كبير في المنتخب المجري الشهير سنة 54 وكلام منه لكن ما كانشي السي بي بتاعه قوي عارف هيدكوتي جاب كم كم فلوس قول كده 500 دولار هيدكوتي لما جاند الأهلي ياما كانت دولار بتلاتة جنيه وتلاتين قرش كان جاي ب500 دولار يعني 1500 جنيه مين التاني ديتريش بايتسا بايتسا دخل للكرة المصرية طريقة هي اللي جابت لها بطولات على مدى سنوات على وجه التحديد 22 سنة المنتخبات المصرية والأندية المصرية بتكسب بطولات بطريقة فيتسا اللي دخلها للكرة المصرية كان فيتسا أما جاء ده حتى لما رجع تاني الكرة المصرية أما رجع تاني ومسك منتخب ومسك الزماني ما سابش أي بصمة ما سابش أي بصمة في الكرة المصرية مع الأهلي حط بصمة إن الليبرو اللي حطوا ده مصر كسب بيه أربعة كاس أمم مصر كسب بيه الأهلي كسب بيه مع مانويل جوزيه شوف كسب بيه كام دوري أبطال أفريقيا أربعة دوري أبطال أفريقيا وكسب بيه ستة سوبر وكسب بيه بطولات وبطولات وبطولات والدورة المصرية سبع سنوات واربعة بطريقة الليبرو اللي كان فيها عماد النحاس المدرب التالت مانويل جوزيه اللي بنتكلم عنه مانويل جوزيه لقبل الأهلي ولا بعد الأهلي هو سيفي قوي لقبل الأهلي ولا بعد الأهلي ولكن مانويل جوزيه ترك وثبت ان هو افضل مدير فني في تاريخ النادي الاهلي ليه؟ لان عوامل تانية العوامل التانية المدرب اللي بيجي تحسوا كده ايه؟ بيلمس في علاقة خبالك اما كان فيلر في البداية عمل حاجتين شخصية ادري ان هو يسيطر ونمر اتنين انه عمل شكل للتيم مختلف عن الشكل اللي كان في عصر اللي صارتي او العصور اللي قابليه لا غير فيه التيم وهقولك ايه اللي اربع حاجات الفنية اللي عملهم في الاهلي يعني فيلر اما جيه عمل اربع حاجات طيب فيلر عمل اربع حاجات لكن كمان مجلس الادارة النهاردة طلع اربع قرارات او اكتر دكتور طاري ربطنا عند اربع لكنهم اكتر من قرار منذ قليل انتهى اجتماع مجلس ادارة النادي لالي بالموافقة على اعتماد صفر حمدي فاتحي ومحمد محمود لعبية الفريق الاول لكرة القدم لالمانيا لاستكمال العلاج والتعاقد مع اسكندر زايد التونسي لعب كرة اليد لتدعيم صفوف الفريق وتعيين الاستاذ محمد عبدو صالح الوحش ناجل الكابتن الكبير الراحل عبدو صالح الوحش مديرا لصالة الجيم في مقر الاهلي في الشيخ زايد واعتماد الزيادات الجديدة لعضوية الاهلي في فروع النادي المختلفة ابتداء من واحد اربعة يعني اللي عنده الرغبة يعمل عضوية النادي الاهلي سواء عضوية النادي الاهلي الكاملة الشاملة في الجزيرة وتشمل كل الفروع ومدينة نصر اللي هي دلوقتي خمسمية حتزيد لسبعمائة وخمسين ابتداء من واحد اربعة والشيخ زايد دلوقتي حاليا مية خمسة وسبعين هتبقى 250 من 175 في الشيخ زايد ل250 والتجمع الفرع الجديد في التجمع من 200 إلى 250 هذه الزيادات تسري من 1-4 فاللي عنده الرغبة يلحق يستفيد من فترة الثلاث شهور أو الشهرين المتبقيين قبل اعتماد الزيادة اللي أقرها مجلس الإدارة النهاردة كما وفق على التعاقد مع عمر زهران لعب السلة للشباب لتدعيم فريق 20 سنة في النادي والفريق الأول للكرة الطائرة هيعسكر في السعودية من 8 إلى 15 فبراير دي يمكن أهم القرارات في اجتماع مجلس إدارة الأهل النهاردة وارجعلك على ربعية فيلر نمر واحد فيلر طول عمر الكرة المصرية أندية ومنتخبات وكل الأندية الهاجمة بتاعتهم بتبدأ من الدائرة الدائرة اللي قدامنا دي مش دائرة التربيزة دائرة نص الملعة نص الملعة فوتبولر يعني رامي ربيع أسرع عشان لعب هافد فيندر عنده حتة النوبيلدر يعني يعجب جدا لو شاف مثلا أحمد حجازي يعني لو أحمد حجازي جيه حيوعجب بيه جدا ليه؟ لأنه من اللعيبة اللي بيبتدوا بيبنوا الهاجمة صحيح اللعيبة اللي هو كرته حلوة بيعرف يحتفظ بكرته يعرف يطلع البصح فيه لعيبة تانية بتشتت ما يحبوش يعني لو عند الأهلي لعيب قوي جدا وقلب دفاع قوي جدا لكن بيشتت مش هيلعبه أنا دي أول حاجة يبقى بداية الهاجمة يتنقل من مصر الملعب إلى رجل اتنين فيلر غير تماما في مفهوم دور الهافد فيندر وأنا دايما بقول حتى في التعليق أو في الكلام الهافد فيندر أو لعيب القلب اللي هو لعب الوسط المدافع لشنو أقولها بالعربي هو اللاعب المحوري في كل طرق اللعب الحديثة الوقت في العالم بالضبط خب بالك قد يكون هو اللاعب الأكثر مظلوم أكتر لعب مظلوم غير المرأة لأنه بيعابل دور مهم جدا لكن الناس ما بتفتكره تفتكر الهداف تفتكر المهاجمة تفتكر ايه لكن ده اللي هو دور مهم جدا طول عمرنا عندنا المركزين بتوع اللاعب الهافد فيندر دول اللاعب منهم اللي بنسميه الهولدينج ميتفيلدر أو الكلاسيك ميتفيلدر اللي هو اللاعب اللي بيقض الكورة في نص الملعب مهارة بيسلم وتستلم ودايما في دورة نص الملعب مقيم محدد إقامته في الحتة بالضبط وده بيسموه في الأرقام الملعب رقم ستة اللاعب رقم ستة بوزع اللاعب بس دايما موجود زي نوعية طريق حامد نوعية حسام عشور نوعية دونجة دي خشب أسماعيل يوسف اللي هي اللي عادي تاريخ ميدعب غاني هو ده حتى أشهر اتنين جم في الكورة المصرية ولعبوا جنب بعض في منتخب مصر كانوا برضو من النوعية اللي هي مش هقولك إيه الفرق بينها وبالنوعية بتاعة دلوقتي اللي عمالها بايلة اللي هم حسن عبد الربو ومحمد شاوي فاكر اللي اتنين دول صحيح هم دول كل خطة تحصل شهاتك بتعتمد عليهم الاتنين دول كانوا بيتقدموا بس يروح لغاية حدود المنطقة ممكن يسدد ممكن لكن شغله كله في منطقة وسط الملعب اللعيب التاني الهفض في اندر التاني اللي هو بيسموه رقم تمانية في أرقام الملعب رقم تمانية ده اللي هو بنسميه بوكس تو بوكس عشان ما نقولهاش بالانجليزي يعني ايه بوكس تو بوكس من الصندوق للصندوق هو ده اللي عيب اللي في حالة حركة دائبة من الصندوق للصندوق اللعيب ده عنده مهام كتير جدا جافايلر قالك مركز ستة ده مش عايزه خالص انا هلعب اتنين تمانية والاثنين تمانيات بالضبط حمد فتحي ربنا يشفيه انت لسه فرق جامد فرق جامد انا قلتها اكتر من مرة اللاعب الافضل واللي له دور محوري في فوز النادي الاهلي بالدور الصعب بتاع السنة الفتح اللي قال عليه سيدي عب حافظ ايه دوري ايه دوري ايه ألز دوري ألز دوري اللاعب المحوري في فوز النادي الاهلي كان حمد فتحي اكتر من كل باقي باقي اللاعبين كلهم حمد فتحي دور غير عادي حمد فتحي بقى ايه هو والسولية اتنين لعيبة هفض فيندر عصري اه عصري جدا يزيد في الهجمة ييجي في الهجمة انت شفت انت السولية كم مباراة تلاقيه يستلم في الجناح ويلعب كرة عرضية ويستلم في العمق حمد فتحي ويحط دربات رأس حمد فتحي يسجل بقى هداف دربات رأس هده البوزيشن اللي طور اداء الفريق بالظبط مفيش كلام حتى بقى وصل طور فيه فييلر ازاي بقى مش حط اتنين تمانيات لا ده حط واحد منهم اللي هو اللعيب اللي كمان بيزيد تحت راس الحربة اللي هو مجدي افشن يوصل لتسعة كمان اه يوصل لعشرة تمانية ومسعة طبع عشرة اللي هو مركز عشرة بالظبط اللي هو اللعيب بدليل ان افش نفسه لعب تحت راس الحربة لما كان فيه اتنين اللي هم حمد فتحي بالظبط وفيه السولية اه ونفس افش رجع لتمانية رجع لورا بقى تخيل انت عندك اتنين اسموهم النظري ديفندرز واحد منهم افشة بيسدد على المرمى وبيجيب جوال وحمد فتحي وزكرة والسولية ديف المنتخب حمد فتحي والسولية شوف السولية عامل ايه السولية طفرة هائلة اكتر اتنين طور في اداء مفايلر السولية ومن التاني لا رمضان صبح رمضان لا حمد فتحي ماشي برتم ومستوى اداء رائع جدا من السنة اللي فاتت هو زي ما قلت لك هو السنة اللي فاتت هو له فضل في الدوري كم من السنة دي ومع المنتخب ومع الاهلي بنفس الدور لكن التطوير الكبير في اداء رمضان السولية في نص الملعب رهيب جدا يسدد على المرمى بيجيو جول من بره المنطقة بنعم كرات عرضية بيعمل اداء دفاعي بيرجع وسط القلبين الدفاع بيغطي على الأطرفين كل الوجبات دي بالاضافة الرمضان صبحي اللي اتطور اداءه جدا طيب علشان نقدر نعرج على حاجة اهم سريعا فيلر يستمر في 2020 بالدفع الجميلة ديت فيلر انا شايف ان هو دخل انا قلتها كده مرة في كلمة كتبتها ان فيلر على خطى هيدكوتي وبايتسا ومان والجوزين ان هو العلاقة الحب بينه وبين الجمهور والعلاقة الوطيدة والبصمة اللي انا قلت تغير فيها التيم لانه كمان من ضمن الحاجات العدل فيها هو ان رتم الهجمة ما بقاش زي قبل كده كل الكور بتتلاقي في العمق وفي الاجناب وفي كل الكور تمارينات قصيرة ما فيش تمارينات الطولية الطويلة ولا كورات عرضية كلها اذا مرشح الاهلي في 2020 مع فيلر انه يحافظ على كورته الجميلة ونتائجه الكبيرة اعتقد ان هدف اسمى للنادي الاهلي اكتر من الدوري هو بكل افريق ده اكيد فعلا كل الجمهور اللي في الشارع ده اكيد الاهلي مماش كورة قدم بس و2019 شافت نجاحات كبيرة جدا في كل الالعاب الحقيقة لكن بقيت كورة الطائرة وانت واحد من المهتمين جدا بالكورة الطائرة وانا عارف ان انت عندك مقعد في اللجنة الاعلامية الاتحاد الدولي كمان متابع وراسة جيد للكورة الطائرة بنات الاهلي ورجال الاهلي اه انجازهم في 2019 استمرار لانجازات كبيرة اعتقد يخليهم ملوك الصلاة بفارق كبير عن اي لعبة تانية ترى دي بقى حاجة غريبة جدا تخيل انت عدى يعني مظلومين لدرجة ان حصل انجاز لا يمكن يتكرر في العالم في العالم ايه هو ان الرجال ياخدوا بطورة افريقيا 2018 و2019 اه والسيدات ياخدوا بطورة افريقيا 2018 و2019 الزبط والرجال ياخدوا اللقب رقم 14 اعلى عدد من القاب القرية في جميع اللعبات الجامعية مين اكتر فريق واخد دوري ابطال افريقيا في الكورا الأهلي 8 اه 8 مين اكتر فريق واخد دوري افريقيا او بطورة افريقيا الليل انديه ابطالة دوري حتى عتلي يد الزمالك 12 الاهلي واخد بطورة افريقيا للكورة الطايرة 14 مرة هذا الرقم حتى ريال مدريد في اوروبا خد دورة ابطال افريقيا 13 مرة يعني اكتر منه الآن يعني أعلى عدد من الألقاب القرية حققها نادي على المستوى القري في العالم هو اللي ما فعله رجال الأهلي السيدات خدوا اللقب العاشر مفيش سيدات خدوا اللقب العاشر يلقى أسطيل الصلاة بجد خبالك بقى أهلي رجال وسيدات مفيش مثلا ريال مدريد رجال وسيدات طايرة خدوا ولا مثلا نادي كوميتشيف بتاع بولندا اللي هو الخد رجال ما عندهش فرق السيدات خد بأوروبا يعني ده خد بطولة أوروبا رجال وخد السيدات خدوا فرقة تانية من سربيا مثلا أو كلام من يعني المهم أن اللعبة الوحيدة اللي رجال وسيدات وسنتين وراء بعض ومستوى القري هي الكرة الطايرة وأرقامهم تقول أن طايرة الأهلي ملوك الصلاة بجد الفريق الأهلي للكرة الطايرة سيدات لم يخسر دوري وكاس وسوبر وأفريقيا في 2018 لم يخسر دوري وكاس وأفريقيا وسوبر في 2019 ما يخسرش ولا مباراة كسب المباراتين حتى بطولة أفريقيا بدون أي خسارة من البداية لغاية النهائي أمام قرطاج التونسي في المباراة النهائية كسب مرة 3-0 يعني مش حتى 3-1 والمرة الثانية 3-1 يعني كاس بان بطولة مستريح جدا وعامل النادي الأهلي أكتر من 100 مباراة محلية ودولية دون أن يتعرض لأي خسارة في أي مباراة عايز أقول لك رجال أو بطولات كرة الطايرة للسيدات حصل على 10 دوري 10 كاس مصر 5 بطولات أفريقيا زي ما أنت أشرت 2 بطولة عربية إجمال بطولات طايرة السيدات في الأهلي 36 بطول الدوري 36 كاس 10 أفريقيا أبطال الدوري 8 أبطال أفريقيا أبطال الكاس 8 بطولة عربية أخيات على فكرة بطولة أفريقيا الأمدية الأبطال دي 10 مرات سريعا في الطايرة إذا كان اعتبرنا رجال وسيدات الأهلي في الكرة الطايرة ملوك الصلاة بفارق كبير جدا عن أي لعبة جماعية في أي نادي آخر تمام أحمد صلاح عبدالله عبدالسلام أفضل لعبين بين ملوك الصلاة في التاريخ في الكرة الطايرة وإنت مغمض من غير أي نقاش من غير أي كيلاء كلام أحمد صلاح هو أعظم لاعب في تاريخ الكرة الطايرة المصرية على الإطلاق أولا على مستوى الإنجازات سواء مع النادي الآلي قبل كده أو مع المنتخب أو راح اشترك على فكرة احتفلوا به في كاس العالم للكرة الطايرة اللي فاتت بأنه اللاعب الوحيد اللي لعب خمسة كاس عالم خمسة كاس عالم للكرة الطايرة فطبعا هو إنجازات لا تدارع لصلاح وعبدالله عبدالسلام مشكلة عبدالله عبدالسلام بس أنه اتعرض لإصابات فتاة طويلة لكن هو طبعا لتنين أيكونات الكرة من النجوم الكبار جدا للأسف دهامنا الوقت وإحنا في مفترق السنين وما كانش ينفع أصلا لما يكون معايا الدكتور طارق وهو صديق فقدت أنا وهو الضلع الثالث في مسلس كنا بنعتز كتير رب عضينا احنا الثلاثة دكتور خالد توحيد الصديق العزيز جدا اللي رحل عن دنيانا في 2019 كان من اللحظات المؤلمة في 2019 رحيل عدد من الرياضيين والصحفيين كان على رأسهم الغالي خالد توحيد عليه رحمة الله رحمة الله عليه انت فكرتني بأخ عزيز تصورش يعني هذا الرجل كان قد إيه إنسان وكان قد إيه جميل جدا وكان اتصاله يعني كنا دايما نحب نتكلم بالساعات يعني أنا يعني لم يكتمل البرنامج اللي خططنا له المائدة المستديرة كنت المائدة المستديرة كان برنامج فعلا الله أرحبه دكتور خالد كنا فكرنا أن احنا الثلاثة نعمل برنامج المائدة المستديرة وفضل يحلم بها كتير وفضل يكلمنا احنا الاتنين على كده كتير من أيام كأس الأمم في أنجولا 2010 لكن تأخر الحلم ورحل الغالي خالد توحيد عليه رحمة الله ورحمة الله على كل من رحلوا كل سنة طيبة دكتور وسنة سعيدة على مصر كلها إن شاء الله إن شاء الله بإذننا شكرا جزيلا لك دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله تو سبع الله خير موسيقى موسيقى